اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان هو يخش البلد. طيب بسبب ايه بقى؟ ياما بسبب غياب الاكسجن او بسبب نقص الاكسجن. يعني الاكسجن مش موجود خالص او هو ايه الاكسجن ده قليل في الهواء اللي داخل اللي احنا بنتنفسه. يعني هوا اللي انا بتنفسه ده ياما هفوش اكسجن خالص او اللي هو حصل فيه رديوز او قلب. تمام؟ ده اول حك. ياما احنا دلوقتي نتكلم عن الهواء ايه في الهواء الخارجي. طيب ممكن يحصل ابستركشن؟ اه. ممكن يحصل مثلا ميكانيكال ابسترك انسداد. انسداد في مدخل الهواء. اذا كان اكسترنر زي اكسترنر سبيرات روح في الفتحات اللي هي بتاع تنفس الخارجية زي النوز والماوس او ممكن يكون في ال ار اير وي باسج. ادخلنا جوا شوية في ال ار اير وي باسج. او ممكن حتى لحد توصل لحد اللانجز يحصل فيها ابستركشن. تمام؟ يبقى احنا عرفنا دلوقتي معناها اللي هو فشل الاكسجين اللي هو يوصل للدم. تمام فشل الاكسجين اللي هو يوصل للدم. نتيجة حكتين. اياما غياب خالص الاكسجين او نقص الأكسجين في الـ Environment أو الـ Environment اللي هي فيها الـ Inspired Air اللي أنا هتنفسه أو حصل mechanical obstruction insidate في الـ External respiratory office اللي هو الخارجية وبعد كده حصل انسداد في الـ Upper Airway passage أو حصل انسداد في الـ Long تمام؟ طيب وعلى هذا الأساس اسمنا الأنواع بتاعت الصفكيشن هل هتتكلم عنها عندنا قوي نوع اسم environmental suffocation معناها اللي هو نقص الأكسجين في البيئة تاني حاجة السموترينج من اسمها smothering من جاية من mouse smothering يعني جاية من إيه؟ من mouse أنا دلوقتي عملت إيه؟ عملت obstruction للإيه؟ للـ External respiratory orifice للفتحات التنفس الخارجية يعني عملت obstruction للمين للنوز والماوس طيب ثالث حاجة talking talking ده أنا عملت obstruction ناحية الـ Upper Airway passage تمام؟ obstruction في الـ Internal شوية Internal Upper Airway passage تمام؟ طيب رقم أربع الميكانيكا الأسفيكسية من اسمها ميكانيكا الأسفيكسية أنا دغطت أو عملته high pressure تمام؟ high pressure على الشيست أو على الأبدومين فهو دلوقتي الهواء اللي ما عادش عارفت اللي هو يدخل الهواء سابق إن هو الـ Respiratory muscle اللي حصل فيها Filler تمام؟ وخامس نوع اللي هو الميكانيكا الأسفيكسية ومعاه السموترينج يعني حد حصل له ميكانيكا الأسفيكسية حد حصل عليه high pressure جدا على الشيست أو الأبدومين ومعاه السموترينج أتمل النفس كمان عطرية النوز والماوس تمام؟ رقم 6 Drowning اللي هو حطنا أساساً في محضرة تانية لوحدها مع إنها نوع من أنواع السوفوكيشن والسوفوكيشن ده نوع من أنواع الكاتيرجوريز بتاعة الأسفيكسية فإحنا ناخد Drowning من دمن أنواع السوفوكيشن معانا دلوقتي طيب إيه هم من نوعين التانيين؟ إحنا هنا السوفوكيشن اللي هو نقص الأكسوجين في الـ Environment أو في الـ Inspired Air إنه هو يوصل للبلود أو حتى لو كان موجود فهو دلوقتي حاصل Obstruction فبرده مش عارف يوصل للدم ده معانا السوفوكيشن تاني نوع عندنا اللي هو Pressure on the neck إنه هو حصل ضغط على الرقبة الضغط على الرقبة ده لما بنضغط عليه إما هنقفل الإير وإما هقفل البلود فهيحصل نوعين الدكتورة قالت عليهم The strongulation والhanging ده نوعين من أنواع The strongulation والhanging ما نغبطهمش Smothering إما يبقى mouse ده ناحية السوفوكيشن لكن The strongulation ده على طول هي مين نفتكيرها مين اللي هو حد بيخنق حد من ناحية الضغط على الرقبة تمام ده ضغط على الرقبة في إما بقى في الـ Airway إما بقى في البلود فإحنا عندنا The strongulation إما يكون بإيدي فده سمنها manual يعني يدوي manual strongulation أنا دلوقتي بيخنق حد بإيدي تمام ده بنسميه strotling اللي هو manual strongulation اللي هو عن طريق اسم اللي هي اللي اسم التاني اسمه strotling أو ممكن يكون بحبل أو مثلا ميلاية أو طرحة اسمه في نوع ثالث الدكتورة قالت عليه اللي هو تشوك هولد تشوك هولد ده إنه هو نوع من أنواع بتاع الشرطة شوية اللي هو عند القوع بتاعه وهنقوله تحت دلوقتي في الجزء التاني تمام يبقى ده يتقال بالتفصيل في الجزء التاني اللي هو وزي نفرق ما بينهم وما بين الهانجينج دلوقتي يعني ايه هانجينج يعني واحد مش نوع واحد متعلق من رأبته تمام فده يتشرح إن شاء الله بالتفصيل في الجزء التاني طيب يبقى ده البريجرون دانيك طيب ايه كمان ممكن يكون فيه نوع تاني يبقى احنا قلنا الصفكيشن هو نقص الأكسجين في الانفيرومنت أو دلوقتي حصل بستركشن فمش عارفة دخل الأكسجين للدم برضو تاني نوع اللي هو البريجر على النك اذا كان ثالث نوع اللي هو الكيميكا الأسفكسية يعني ايه كيميكا الأسفكسية يعني هو الأكسجين موجود في الدم لكن انا مش عارفة استخدمه تمام يبقى الكيميكا الأسفكسية دلوقتي هو فيه أكسجين موجود لكن انا عندي انا مش عارفة استخدمه تمام بسبب ايه بقى ده بسبب غاز أنا عملت له انهيليشن انا تنفست غاز والغاز اللي انا تنفسته ده منع اللي انا استخدم الأكسجين بس كده على مستوى الخلية يبقى أنا دلوقتي فيه أكسجين في الدم فيه أكسجين في الدم لكن أنا أعملت استنشاك لغاز الغاز ده منع لأنني أستخدم الأكسجين الموجود في الدم تمام؟ طيب زي إيه الغازات دي مين هما الثلاثة الثلاثة مستقومن كيميكال أكسفيكسينت جازز تلاتة مين هما كاربون مونوكسايد اللي هو السي أو إحنا عارفين السي أو بتروح تكلبش في مين في الهيموجلوبين بتعمل كاربوكسي هيموجلوبين والكاربوكسي هيموجلوبين ده ما بيتفاكش تاني نوع اللي هو السينايت والسينايت ده الدكتورة قالت بتاع اللي هو اسمه سم الكلاب اللي هو موجود في الجواهركي اللي هو بتاع الجيلوري يعني تمام الجواهر ده بيستخدمه عشان نلمع به الدهب وبيحصل فيه بيحصل على طول أول ما بيخش الجسم بيحصل رابد رأكشان على طول ومش بيلحق أساساً المريض مش بيلحق حتى يوصل المستشفى عشان ننقذه طب احنا قلنا دلوقتي سي كاربون ديكسايت سي سينايت والس سالفايد السالفايد ده اللي هو منها هيدروجين سالفايد ده بتكون غازات بتحصل نتيجة الناس اللي شغالة في المجاري يعني الناس اللي بتنظف في المجاري وكده في غازات بتطلع من ضمنها اللي هو الهايدروجين سالفايد وده بيكون سام لدرجة انه هو بيمنع تحت الاخسجين بالرغم انه هو موجود في البلد طب دلوقتي بقى عايزين نتكلم عن الترو اسفكسيا ايه هو الفرق ما بين الترو اسفكسيا وهل الكيميكا الاسفكسيا اعتبر انوكزيا ولا اسفكسيا طب تعالوا نتكلم على النقطة دي دي التكملة برضو الكيميكا الاسفكسيا السريع عن كده بيقول لنا ايه بقى الدكتورة على فكرة مش رحطهوش يعني العلمة دي اللي انا بقول ان الدكتورة مش رحطهوش طب قال لنا ان الدلوقتي ان الترو اسفكسيا ده لازم عشان نقول ان هو فعلا اسفكسيا حصل بشكل صحيح ان هو يحصل 으면بستراكشنلالأيروي باسج كل الماء لازم يكون حصل انسدابочеدي بالأيروي باسج ، ياسمى مصافيكيشن حصل ضخط على النك حاسمهوجوجوجوجوجوجbig دهنيزبخشت يبقى عاما بمصخصيل ييقا يحصل انسدادقة بالأيروي complication يكون ضخط على النك او الشيست لكن الأنوكزية إحنا دلوقتي الأنوكزية أنوكزية يعني نقص الأكسوجين ما فيش أكسوجين معناها دفشنت على الأكسوجين على مستوى الخلية أو على مستوى التشو تمام لكن الأسفكسية معناها فدلوقتي لو جئنا تكلمنا على كيميكا الأسفكسية هي تعتبر أنوكزية ولا أسفكسية فهم قالوا أن الكيميكا الأسفكسية يعتبر أنوكزية شكل من أشكال الأنوكزية ومش الأسفكسية ليه شكل من أشكال الأنوكزية علشان هو دلوقتي احنا نجد سايدين كيميكا الاسفكسيا ده بيكون الاكسج الموجود في البلد لكن انا عملت انهيليشن لغاز منعت استخدام الاكسجين اللي موجود في البلد يبقى انا دلوقتي عندي يعتبر نقص الاكسجين اللي رايح للتشو يبقى ده الكيميكا الاسفكسيا نوع من انواع الانوكزية ومش من ضمن اشكال الاسفكسيا tymam عشان ما حصلش airway obstruction وده ما عندهاش اي classical signs من嫌 ايه اللي هي ايه الكلاسикال ساين بتاع الاسفكسيا اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي يبهي عشان قطر ما حصلش airway obstruction ما حصلش انسداد وما حصلش اللي هي signs اللي شفناها بتاع الاسفكسيا اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي الجزئية دي برضو الدكتورة ما قالت هاش لكن احنا هنقولها ايه مع بعض كده بشكل سريع ايه كلاسيكال ساين بتاعت الاسفكسيا الكلاشيكال صاين بتاعت الاسف كسي بتبقى حصلة اللي هي اللي هي بتكون ظاهرة جدا نتيجة المقاومة اللي هو بيحاول ياخد نفسه تمام؟ ليه هو بيحاول ياخد نفسه عشان هو عنده انسدات عنده انسدات ع 협غط هو دلوقتي هو Пока لو هو بيحاول ياخد نفسه بشكل فضيع ليه عشان هو عنده انسدات انسدات ع mismo UP وأو حصل ضغط على النك أو الشست بتاعه فاوبدو بيحاول ياخد نفسه بشكل من الأشكال فنتيجة انه هو بيحاول وستراجل وبيعنده وبيقاوم عشان خاطر ياخد نفسه فبيبتدي يزهر ساين وسمتم تمام الساين والسمتم دي انشوزز يعني بترتب على ذلك ايه انه هو بيبدأ يحصل بيفضل يحصل عنده ساينز وسمتم سهل حد ما يوصل معه الكاردياك ارست بيفضل يحاول ياخد نفسه وحاول ياخد نفسه حد ما عادش عارف ياخد نفسه وتمصل معه الكاردياك ارست وتنتهي انه هو خلاص هيموت طيب ايه المراحل بقى الفيزيز دي بقى عندنا فيز وان وفيز تو وفيز سري اول حاجة فيز وان اللي هي مرحلة الدزنيا دزنيا اللي هو مش عارف ياخد نفسه تمام طيب معنا ان هو مش عارف ياخد نفس 진짜 وهو عنده مرحلة الدزنيا Lastly 이용ال هو مش عارف ياخد نفسه اللي هو عنده فمعنا ان هو مش عارف ياخد نفسه وبيدالي بيزود ätta ب Chile بيزودannieفورت بتاع بيزود المجداع عشان خاطرties عايزة يتنفس يعني زي ان هو يزود معدل genuinely tool وهيبتدي يظهر على وشه احتقان كده في وشه ووشه محمر ويبدأ يظهر زرقان في وشه ليه زرقان في وشه علشان قطر هو دلوقتي كان من أشكال اللي أنا عملتها له إذا كان حتى عملت له أو حتى عملت له بإيه دي هيبتدي وشه يزرق ليه علشان أنا دلوقتي مش بداخل أكسجين ودلوقتي إيروديوز الهيموجلوبين بتزيد كل شوية وما فيش أكسجين بيتبدل مع الكربون دايبسايد يعني إحنا عارفين دلوقتي الكربون دايكسايد بيكون محمل على الهيموجلوبين ويروح لللنب عشان يتبدل معاه أكسجين ويخش الأكسجين يتحمل على الهيموجلوبين ويهي الكربون دايكسايد يخرج فأنا دلوقتي أنا كاتما النفس فبالتالي ما فيه حاملة أوبستركشن فبالتالي الأكسجين ما بيخشش فبالتالي بيفضل يزيد الهيموجلوبين كتير فنلاقي إن الشخص ده عنده ساينوزز مزرق تمام طيب بسبب زيادة الهيموجلوبين ده أول مرحلة اللي هو الديزنيا مرحلة الديزنيا اللي هو مش عارف ياخد نفسه بيزيد الأفورت بتاعة البريس اللي هو يزيد المعدل وبيزيد الدبس وإيه كمان بنلاقي عنده فش الكونجسشن بنلاقي وشه محمر كده وبلاقي عنده ساينوزز مزرق تمام طيب فيستو فيستو اللي هي مرحلة الكونفالجن بيبدأ يحصل عنده تشنجات ليه بيبدأ يحصل عنده تشنجات هو بيبتدي ياخد أساسا الريسبيريشن طيب بيبقى ديب شوية ديب ريسبيريشن بنلاقي بيبتدي يحصل بتك اللي هو بنلاقي ايه بعض البلود بيزلز بدأ يحصل لها ايه بدأ يحصل لها رابتشر وتخرج دم طب ليه بقى عشان احنا عارفين دلوقتي لما البلود بيزل بتتعرض للهايبوكسيا بتزود البرميابلتي بتاعتها هنقول الجملة دي تحت دلوقتي لما البلود بيزل بتتعرض للهايبوكسيا نقص الأكسجين بتزود البرميابلتي بتاعتها علشان خاطر توصل الدم لمين عشان خاطر توصل الدم توصل الأكسجين ايه للي تشهده فبتبتدي تخرج تزود البرميابلتي بتاعت البلود بيزل فبالتالي بتزود الايه بتعمل بيتيك تمام وإيه كمان وبيفضل كمان السينوزز بيزرق أكتر وبينلاقي عنده كونجيشن بارتي يبقى هو كونجيشن وسينوزز معنا ودي برسباريشن لكن بتك اللي زودناه تمام طيب دي مرحلة ايه الكونفالجون بيحصل فيها هنا تشنجة المرحلة التالتة خلاص نفسه بدأ مش منتظم فساعتها الشخص ده يعني هو بفضل يحاول كتير لكن هو ما وصلش برضه لحاجة فبالتالي بيبتدي بقى التنفس بتاعه بيبقى سطحي تمام والحد ما يتوقف خالص وبيفقد الوعي ونلاقي ان البيوبل بتاعته حصل لها دايلتيشن معنا ان هو حصل لها دايلتيشن من البرجر على النك او من خلال الانسداد بتاعت الـ Airway Passage يعني هو دلوقتي مش يحصل فورا الـ Cardiac Arrest او بيقل لنا الـ Cardiac Arrest ممكن يحصل فورا وممكن يحصل بعد مدة من الوقت من الضغط على الرقبة او من خلال اللي انا سدت الـ Airway Passage او اللي هو Sudden Entry in Resirable Gas او اللي انا مثلا دخلت غاز عملت الـ Inspiration لغاز والغاز دا زي عمل لي كيميكا الأسفكسيا تمام طيب فهو ممكن يحصل قلنا الـ Classical Sign بتاعت الـ Asphyxia مش specific خالص تمام وممكن تحصل في اي حالة وفاة لأي سبب فبالتالي هي مش دليل لكن يعني هي مش دليل للـ Asphyxia لكن if not supporting evidence of cost of mechanical process يعني الكلام دا يعني هي دلوقتي مش دليل على ان هي Asphyxia يعني هون دلوقتي اللي احنا هنقول Classical Sign اللي هنكلم عنها تحت دلوقتي دي هي مش specific خالص للـ Asphyxia وممكن تحصل للوفيات as total بأي cause بأي سبب عادي تاني لكن never be accepted as evidence of asphyxia يعني احنا همش نبني تقبلها كدليل للـ Asphyxia إلا لو لقيت الميكانيكال بروسس يعني أنا لقيت مثلا حبله منفوفه على الأبد لقيت اللي هو فيه abrasion فيه contusion فيه اللي هو علامات ظهرة فبالفعل ان هو دا حصل له Asphyxia ساعتها أكد أول آه دا فعلا Asphyxia وللأكد هالي كمان اللي هو Assign تمام طيب احنا اتكلمنا عن النقطة دي وقلت لكم ان الدكتورة ما قالت هاش لكن احنا كده فهمناها مع بعض فهمنا ايه من المنطقة دي ان هو بيحصل مقام ان هو ياخد نفسه بسبب الانسدات اللي حصله او بسبب البريجر اللي حصله عنيك والشست تمام لحد ما يحصله Cardiac Arrest ولقولنا Cardiac Arrest ما بيحصلش بشكل ممكن يحصل بشكل فوري او ممكن يحصل بعد مدة من الوقت تمام ملوش وقت محدد ان هو يدفولو وقلنا كمان ايه الفيس الفيس وان اهما حاجة ديزنيا ديزنيا اللي هو بيزاود ال A بيزاود البريس ويحصله congestion يحصله cyanosis تاني فيز اللي هو Convulsion اللي هو بيحصله Deep Respiration بيحصله Beteek بيحصله cyanosis بيحصله congestion تالت فيز اللي هو Irregular Breathing اللي هو respiration بتاعه بيكون شاله بيتوقف بيحصله Loss of consciousness dilated buble وداث تمام وقلنا ان هي العلامات اللي هنقولها تحت دلوقتي هي نانس بيستفك ممكن تحصل لأي قوس لكن وبتكونش داريه خلص الاسفكسيا اللي لو شفنا الميكانيكال بروسس بتاعتها او السبب اللي هو اللي عمل العملية دي زي الحبل زي الخيط زي كده يعني اللي هو السبب اللي عمل العملية دي تمام طيب تعالوا بقى نتكلم عن classical sign مبدايين كده classical sign الدكتورة قالتها فنركز مع بعض كده تمام طيب ايه classical sign بتاعت الاسفكسيا يعني في علامات تشير ان الشخص ده ميد هو مخنوق اه اول حاجة عندنا هنبص من بره external sign وهنلاقي كمان internal sign تمام يبقى احنا هنبص ايه من بره external sign من جوة internal sign اول حاجة هنتقلم عنها اللي هي external sign اول حاجة هنبص عليها ايه بقى طيب احنا مرتبنا ترتيب غير الايه غير الكتاب فاول حاجة ازا ما احنا او غير ال data external sign اول حاجة معنا اللي هو نلاقي ايه congestion في الفيس هبصت على الفيس بتاعه هلاقي فيه congestion طب ليه بقى طيب انا دلوقتي مثلا بخنق واحد تمام فانا دلوقتي عندنا عاملة obstruction للايه للايروي بتاعه تمام عن طريق صفكيشن مثلا صفكيشن فاحنا عارفينه صفكيشن عملتله صفكيشن اللي انا قفلتله بدخل عن طريق الارتري بلد تمام ودلوقتي الفينس ريتورن تمام بيكون ايه اقف لا انا اقفل فيناس ريتورن فدلوقتي شغال ايه يجمع دم يجمع دم يجمع دم فهو دلوقتي يفضل ايه فضل يعمل congestion نتيجة انا دلوقتي ما اقفل فيناس ريتورن اللي بيرجع للقلب ففضل يجمع دم فعمل congestion ونتيجة الكنجيشن ده هتطلع طبعا ايه المية للتيشو اللي حواليها فتعمل ايديمة ثاني حاجة تعمل ايديمة للفيس نتيجة ان حصل ايه transduction للبلازمة هو دلوقتي دماء ايه البلات متراكم في الفين فدلوقتي البلازمة هتبتدي يحصل لها transduction وتخرج لايه للتيشو تعمل ايديمة نتيجة زيادة الفين طيب تالت حاجة تالت حاجة هنلاقي فيه بتيكال هيموريج طب ليه بتيكال هيموريج بقى بتيكال هيموريج اساسا الدكتورة سمتها اللي هي البين بوينت هيموريج اللي هو الهيموريج بيكون شبه راس الدبوس كده بالزبط بتظهر فين بتظهر في الجلد بتاع الوش بتظهر في احنا قلنا الجلد بتاع الوش بتظهر في الاي فين في الاي بالزبط بتظهر في الاوتر ايلت بتظهر في الكنجاكتايفا وكمان بتظهر فيه السكليرة تمام؟ يبقى بتظهر في الكنجاكتيفة وبتظهر في السكليرة بس لا وكمان بتظهر في الليب وبتظهر كمان behind the ear تمام؟ طيب بتحصل ايه بيتيكي الهيمرج؟ بتحصل بسبب حاكتين بسبب زيادة الفينس بريشر اللي احنا سألين عليها دلوقتي انا بدخل عن طريق الارتريوي الفين انا دلوقتي سادة من هنا فبالتالي زاد هنا الفينس بريشر فبتحصل نتيجة فيكون جايم رابطشر وعملة بيتيك الهيمرج او بتحصل بسبب ايه الهايبوكسيا تمام؟ وتحصل كمان بسبب الهايبوكسيا اشانا سألين لكم دلوقتي لما البلود فيزل بيحصل فيه هايبوكسيا فبالتالي بتزود الايه؟ بتزود البرميابلتي بالزبط كده تمام؟ طيب فبتعمل ايه؟ بتعمل بتك كيبه هو بسبب زيادة الفينس بريشر وبسبب الهايبوكسيا في الفيزل فبتعمل بتك اللي هي بتكون عبارة عن بينبوينت هيمريج النقطة بتكون فيها هيمريج بتنتج نتيجة الرابطشر اللي حصل فين؟ حصل الرابطشر في السمول فيزل بسبب الضغط اللي فيها العالي او بسبب الهايبوكسيا حصل الرابطشر في السمول فيزل او حصل الرابطشر في السمول فينيولز الفنيولز الصغير ولو كبرت شوية ال بينبوينت هيمريج وكان ما عادلش بينبوينت هيمريج وكبرت شوية فدي بنسميها ايكيموزز إيكيموزز بقت كادمع حاجة حتة كبيرة كده بوتشة تمام طيب يبقى احنا قلنا اقول حاجة من لاي فيه كونجشن في الفيس نتيجة مثلا لو جبنا شخصة هو وادير أبته وانا ضغطت على أبته من هنا فانا دلوقتي بدخل عن طريق الأرتري تمام لكن الفين ما بيرجعش للقلب فبيفضل يتراكم فيعمل كونجشن في الفيس ويعمل إيديما الفيس نتيجة ترونسنديوشن للبلازما وقلنا كمان نتيجة البرجر هنا بيكون زيد بيبتدي يحصل إيه؟ بيبتدي يحصل رابتش للسمول فينيول والسمول إيه والسمول فيزلز فيعمل بيتيكالهيموريج ولو كبرت شوية تعمل إيكيموزز طب رقم أربع من لاي عنده بقى إيه نتيجة برضو تراكم البلد فيحصل عنده هايبوستيزز طب الهايبوستيزز ده بيحصل إيه؟ بيحصل نتيجة الريديوزد هيموغلوبين تمام؟ هو دلوقتي بسبب اللي إيه الريديوزد هيموغلوبين بنلاقي الهايبوستيزز هنا ديب بلو يعني إحنا عارفين أساساً بيحصل هايبوستيزز في أي شخص ميت صح كده؟ تمام؟ لكن هايبوستيزز اللي هيحصل هنا بيبقى لونه ديب بلو طب شمعنا ديب بلو بسبب زيادة الريديوزد هيموغلوبين وده يلقنا على طول بعد الهايبوستيزز نفتكر مين؟ نفتكر السيانوزز السيانوزز ده كان بيحصل بسبب إيه؟ زيادة الريديوزد هيموغلوبين اول حاجة قلناها اللي هو بيكون انا خنقته من رقبته فبالتالي هو دلوقتي داخل Guardian لكن revise بينسرةن بيكون واقف فبالتالي بيحصل إيه بيحصل congestion لل face بيحصل إديمة لل face بيحصل نتيجة فينس برجر بيكون عالي ونتيجة الهايبوكسي بيحصل رابط ش lime و stretches ممكن كمان اللي هو large sph وبيحصل كمان مسترقا ساب زيادة واخر حاجة خالص الفوم طيب بالنسبة بقى الانترنال ساين عندنا اربعة في الانترنال ساين اول حاجة اتنين زي ايه زي برا يعني هما اول حاجة معنا اتنين شبه اللي احنا سألينهم دلوقتي عشان احنا سألين دلوقتي ان هو بيبقى فيه عنده كونجيشن في الفيس خلاص ده عنده احنا بنكلم عن الانترنال ساين الداخلية فخلاص ده بدل ما هنقول عنده كونجيشن في الفيس لأه ده عنده فيسرال كونجيشن تمام طيب بسرال كونجشن برضو بسبب زيادة ايه بسبب ايه بالضبط اللي حصل حصل انسداد برضو اللي رايح على القلب فبالتالي عملت كونجشن فين في الفيسر طيب وايه كمان بتيكال هيموريج ده بتظهر نتيجة ايه بقى والمقاماكين بتاعتها مهمة على فكرة بينلاقي عنده بتيكال هيموريج هل يحسألين دلوقتي بيكون كونجشن في الفيس وقديمة في الفيس وبعد كده بتيكال هيموريج هي نفس الكلام وبعد كده بتيكال هيموريج البتيكال هيموريج ده نتيجة وكابيلو فينس وعلى السايموس يبدأ احنا قلنا ايه على البنورة السايموس بتاعت وعلى اسايموس وده بنسميها true traduospots واللي انا معلم عليه بالورنج ده دكتورا مأكد عليه وقالت ممكن ييجي سؤال تمام يبقى البيتك الهمروش تظهر فين في البلورة السيرفس بتاعته lung وبتظهر في الابيكارديوم وبتظهر في ستاينوس عند الاطفال دي بنسميها true traduospots البيتك دي ممكن تظهر في اي مكان في اي مكان تاني غير الاماكن نحن سأيلينا ممكن تظهر في البرين ممكن نلاقيها ظهرة في المنينجيز ممكن نلاقيها ظهرة في الانج ظهرة في الهارت مش لازم في الابيه في البلورة بتاعتها او الابيكارديوم لكن هي most common true traduospots ليمين البلورة ابيكارديوم سايمس تمام لكن ممكن تظهر في اي مكان تاني وده بتحصل بتيك الهمروش هنا بسبب ايه نفس السببين اللي احنا لسه يلينهم فوق هو زاد الانترافاسكولار بريجر يعني احنا عارفين دلوقتي جوه الفيزلز زاد البرجر فيها تمام فلما زاد البرجر فحصل sudden distinction حصل sudden over distinction حصل تمدد بشكل مفاجئ فكان جاية مربشرة عاملة ايه عاملة رابط شر والتاني سبب حصل هايبوكسيا نتيجة الهايبوكسيا اللي حصلت فيه البلود فيزل فزود البرميابلتي فخرجت ايه فخرجت دم فعملت اسكيب للبلود فعملت بتيك الهمروش يبقى هم نفس السببين اللي فوق او نفس السببين بتاع اللي احنا سهلينهم دلوقتي للبتيك الهمروش اللي فوق اللي هو زيادة الانترافاسكولار بريجر والهايبوكسيا والهايبوكسيا لما بيحصل هايبوكسيا في الفيزل وول فهو دلوقتي عايز يوصل اكسجين لاتشو فبيبتدي يزود الانترافاسكولار بريجر بتعمل over distinction على الول بتاعتها فتكون جاية مربشرة متستحملش تروبتشور احنا كدت تكلمنا على اتنين شبه اللي فوق شبه الاخترنال سين والبتيك الهمروش عندنا اتنين بقى مختلفين دلوقتي البوست مرتم براحة كده بوست مرتم يعني بعد الموت الدم بيكون سائل سائل زي المية طب هو بعد ما يموت الدم بيكون سائل زي المية ليه بص هي مش علامة مؤكدة خالص للأسفكسيا هي not characteristics للأسفكسيا خالص تمام عشان هي بتحصل في اي سبب من اسباب الدس ليه بتحصل لاي سبب من اسباب الدس عشان اسناء الاجونالليفل اللي هو ايه ااجونالليفل اسناء اللي هي مستويات الاحتضار تمام الهاي ااجونالليفل اسناء مستويات الاحتضار العليا هو خلاص قرب على الموت جدا فبيبتدي يخرج كاتيكولامين كاتيكولامين دي اللي هي نتيجة الاستريس العالي اللي بيحصل في الجسم والضغط عليه وكده فبتبتدي تخرج كاتيكولامين الكاتيكولامين بتروح تعمل ايه بقى بتعمل فايبرينولايسس يعني ايه فايبرينولايسس بتروح تقصر الفايبرين عندها معادلة عادي جدا اللي هي تقصر الفايبرين والفايبرين ده لما بيتقصر بيخلي الدم شبه المية بالزبط تمام الكاتف ولمين هنا مسؤولة عن فيبرين ولايسس فبالتالي بيبتدي يكسر الفيبرين اللي هي كانت بتدي لدوجه للدم فيخلي الدم بيبقى شابه المية فبتزود الفلوديتي بتاعت البلد تمام طيب رقم 4 لواء سيلفاري سبوت يعني ايه سيلفاري سبوت سيلفاري سبوت اللي هي بتبقى عبارة عن نقط فضية كده اللي هي تاينينج جري سبوت اللي هي بتبقى نقط بتكون بتلمع لون هرماضي دي بتكون موجودة فين المكانها مهم بتكون موجودة عند منطقة البلورة طيب دي ليه بتكون موجودة عند منطقة البلورة هقول لكم هي نتيجة حصر رابتشر للالفيولاي احنا عندنا دلوقتي بيكون فيه الفيولاي الالفيولاي دي لما رابتشر تمام وبتكون انهي بالضبط الفيولاي اللي هو السوبرفيشيا الالفيولاي هي اللي عملت ايه عملت رابتشر فلما رابتشر بتكون اساسا اي الفيولاي بتكون فيها اير فيها دست فيها كربون ديوكسيد فبالتالي بتكون جاية ايه سايبة حاجات على البلورة كده ايه الحاجات اللي سابتت على البلورة الدست والكربون والحاجات دي فعملت ايه عملت السيلفر اسبوت على البلورة يبا هي السيلفر اسبوت بتكون عبارة عن شاينين جري اسبوت هي نقطة رمادية بتلمع بتكون موجودة على البلورة تمام طيب بتكون بسبب زيادة الضغط في الانترا بسبب زيادة الضغط جدا على الالفيولاي تمام هو بسبب زيادة الضغط على الالفيولاي بيحصل رابطر للسوبرفيشيا الانسابورتت الفيولاي يبقى بساو زيادة الضغط جدا على الفيولاي بيبتدي يحصل رابط شرليمين للالفيولاي السطورفشل السطحية اللي هي ناحية البرب معنا صاحا بيحصلها اللي هي مش مدعمة بيحصلها رابط شر فبيكون جاي مخرجة المكونات بتاعتها المكونات بتاعتها هوا دست كربون قصدي اللي هو الكربون فدي كلها بتعمل ايه على البلورة بتسيب سلفر سبوت تمام دي كلها كده تكلمنا عن ودولة كان الكلاسيكال ساين بتاعت الاسفكسيا ان حد اتخنى تمام طيب تعالوا بقى نتكلم عن انواع السوفكيشن شان احنا اتفعنا اللي احنا نتكلم عن السوفكيشن تعالوا نفتكر يعني ايه سوفكيشن سوفكيشن ده بيكون نقص الاكسوجين يقام نقص الاكسوجين في الانفيرومنت فبالتاني ما وصلش للبلط او دلوقتي هو موجود في الانفيرومنت لكن انا برضو مش عارفة وصله للبلط عشان حصل اوبستركشن للاكسترنال رسبيراتيورورفيس او في الابر ايروي او في اللونغ تمام طيب اول نوع معنا ان شاء الله اللي هو الانفيرومنتال سوفكيشن يعني ايه انفيرومنتال سوفكيشن ده بره مفيش اكسوجين علشان خاطر يدخل اصلا يعني هو دلوقتي مفيش بره اكسوجين اساسا في الانفيرومنت عشان ادخله للدم ده اسمها من اسمها انفيرومنتال سوفكيشن يعني هو دلوقتي مفيش اكسوجين في الانفيرومنت يبقى هو إن أدكوة أكسجين موجود في الانفورمينت يعني ما فيش أكسجين موجود في الانفورمينت ده بيحصل بسبب حاجتين طيب بسبب ثلاث حاجات يبقى ده بيحصل بسبب إيه؟ ثلاث حاجات هنتكلم عنهم هو أول سبب معنا إنه هو حصل يعني هو حصل ناصر الأكسجين فعلي في الانفورمينت دي نتيجة إيه مثلا؟ يعني هو دلوقتي لو حد مثلا عامل شغال في سفينة تمام؟ وأنا طلبت منه ينزل أبو السفينة دي يعني أدي السفينة هي أنا مش عارفة أرسم سفينة المهم يعني أنا طلبت منه اللي هو ينزل أبو السفينة يجيب لي شوية حاجات فنزل مطلعش طب إيه إيه ليه نزل مطلعش يعني؟ علشان إحنا دلوقتي عندنا في أبو السفينة بيكون فيها معمولة من حديد فالحديد دلوقتي مع المية بيبتدي يحصل له صدى فيتحول من فرس لفرك فهو بيتحول بيبتدي يستهلك أكسجين فاستهلك الأكسجين الموجود في الأبو فبتالي لما نزل حصل له أسفيكسيا وحصل له environment دلسفوكيشا اتخنى عشان ما فيش أكسجين موجود في environment ده أول سبب تاني سبب الغرف اللي تحت الأرض اللي بتكون مقفولة زي الصوامع عارفين الصوامع اللي احنا بنخزن فيها الأمح والحاجات دي فهي دي غرف تحت الأرض مثلا بتكون مقفولة فالصوامع دي قبل ما كنا نستخدم معها حبة الغلة وعشان أحمي الأمح اللي موجود وكل الكلام ده كان بيبقى فيها فانجاي الفانجاي دي كانت بتعمل ايه؟ كانت بتستهلك كل الأكسجين اللي كانت موجودة في الصوامع دي فالشخص ده أنا أدخله عشان خاطر أدخل شخص مثلا يجيب لي غلة أو كده ما كانش بيطلع ليه؟ عشان ما فيش أكسجين بسبب الفانجاي عملت استهلاك لكل الأكسجين اللي موجود في المكان تمام؟ يبقى هنا أول سبب معانا في environmental specification هو حصل نقص للأكسجين بالفعل في البيئة اللي هو موجود فيها نتيجة اللي هو مثلا في الديب تانك من الشب أو في الـ underground closed chamber تاني سبب معانا اللي هو entreatment in airtight closure من اسمها entreatment يعني تحبس في الـ airtight closure في أوضة بيكون فيها هوا يعني هو دلوقتي مبدئيا أنا دلوقتي حمسلا إيه؟ طفل عمل حاجة مش عاجباني فأنا قلتله خلاص أنا حبسك في أوضة الفرين مثلا يعني فكنت جاي مدخلها أوضة والأوضة دي ما فيهاش أي مصدر للشبابيك ومقفولها بشكل كامل تمام؟ بس أوضة تغيرها شوية تمام؟ فهو سبته 3-4-5 أيام سبته تمام؟ فهو في البداية الأوضة دي كان فيها أكسجين فالطفل ده بدأ يسالك الأكسجين يسالك الأكسجين لحد ما عادش فيه أكسجين كافي أساسا يخليه يتنفس فدخلت لقيت الطفل ده مائي طب ده هل بسبب أساسا نقص الأكسجين بشكل فعلي في الأوضة؟ لا هو أساسا كان فيه أكسجين في الأوضة لكن هو بسبب استهلاكه هو فبالتالي حصل نقص الأكسجين يبقى ده بسبب هو تحبس تمام؟ يبقى في المبدئيا بيكون فيه صفشانت أكسجين تبريث يعني بشكل مبدئي بيكون فيه أكسجين كافي أنه يتنفس نتيجة أنه هو بقى تنفس هو فدل يستخدم الأكسجين اللي موجود الأكسجين ده خلص فبالتالي الطفل المحبوس فيه صندوق أو الطفل المحبوس فيه تلاجة فبالتالي بيقعد يستهلك الأكسجين الموجود 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 لحد ما ينستهلكه بشكل كامل لدرجة أنه هو يحصله تالت سبب بقى ايه بقى صفوكيتين جازز باختصار كده هو دلوقتي عمل انهيليشن لغاز الغاز ده غير سام لكن خلاه يتخن ليه بقى؟ يعني هو دلوقتي مثلا الميسان جاز ده غاز موجود في الغاز الطبيعي الاتوريال جاز فهو دلوقتي انا دخلت أودة وفتحت الغاز الطبيعي تمام؟ فتحت عليه أموبة الغاز فالمهم الغاز إيه اللي حصل الغاز استهلك مكان الأكسجين يعني لو انا مفترض أن دي الأودة ودي الشخص واقف هنا هو تمام؟ فأنا دلوقتي فتحة الغاز فالغاز شغال يطلع 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 فهو دلوقتي الغاز وهو بيطلع بياخد مكان مين الأكسجين ويخلي الأكسجين يترفع فوق عشان كسافة الغاز ده بتكون أعلى من كسافة الأكسجين فالغاز ينزل لتحت والأكسجين يطلع لفوق لكن على مستوى الشخص بقى كله مليان بالغاز فهو قاعد يتنفذ غاز يتنفذ غاز يتنفذ غاز وما فيش أكسجين فهيموت بسبب كسافة الغاز بتكون أعلى من الأكسجين الأكسجين ارتفع فوق والغاز هو الفضل تحت على مستوى الشخص فهو التالي هو مات بسبب اكتلاء بسبب الغاز ده اسمه ايه؟ صفوكيتينج غاز ده بيكون ان هو مات بسبب non-toxic nature of gas يعني هو غاز غير سام مش جلتي ان هو كان غاز سام وخلت ان هو يموت لا هو غاز غير سام لكن عمل disblacement للأكسجين بسبب ان الكسافة بتاعته بتكون اعلى فبينزل لتحت يبقى هو عمل ازاحة الأكسجين وخلاه يرتفع لفوق بسبب ان الكسافة بتاعته بتكون اعلى من الأكسجين مين هو الموست كومن والدي مهمة والدكتورة مأكد عليها الموست كومن صفوكيتين جازز ايه هما الكربون دايكسايد والميثان اكتر اتنين صفوكيتين جازز ايه هما non-toxic تمام هما non-toxic ومش بش فكرة ان هما موتوا الشخص ده ان هما سامين على قد ما هما الكسافة بتاعتهم اعلى فنزلوا لتحت على مستوى الشخص على مستوى طول الشخص والأكسجين هو اللي ارتفع فوق مين هما الصفوكيتين جازز الكربون دايكسايد والميثان ودولك مهمين non-toxic odorless يعني غير سامين وبيكونوا بدون ريحة الكربون دايكسايد ده بنلاقيه موجود في dry will اللي هي القبار الجفة مثلا بنلاقيه موجود في اللي هو الصوامع موجود في الماينز اللي هي المحاجر ده بلاقي فيه كربون دايكسايد بيحصل لصفوكيتين مسابقه عشان بيكون زاد يعني حد ان المكان بيكون باديق فبيعودوا يتنفسه كتير فبتالي الكربون دايكسايد بيكون كسافته أعلى من الأكسجين فبيفضل تحت تمام طيب وكمان الميثان احنا سيئلين دلوقتي كربون دايكسايد والميثان الميثان ده بيكون موجود أساسا في الغاز الطبيعي طيب وإحنا سيئلين دلوقتي ان هو بيكون وننتوكسيك ننتوكسيك غير سام وودرليس طب إحنا إزاي بنقول فيه تسريب إزاي بنشام بنقول آه درحة الغاز تأكدوا ان الغاز مقفول تمام إحنا بنشام أهو احنا سيئلين دلوقتي الغاز ملوش ريحة لكن فجرة ان هم بيضيفوا مكونات تانية عشان خاطر ساعة التسريب يحسوا به تمام يبقى احنا كده اتكلمنا عن أسباب باختصار هو دلوقتي ما فيش أكسوجين كافي في البيئة نتيجة ان هو حصل أساسا الأكسوجين الأكسوجين حصل له أساسا استهلاك بشكل كامل من قبل ما الشخص ده ينزل يقام في قاع السفينة أو غرفة مقفولة اللي هي صوامع يعني قصده بالصوامع طيب تاني حاجة اللي هو يعني أنا حبسته في مكان دي والمكان ده كان مبدئيا كان فيه أكسوجين لكن هو استهلك الأكسوجين اللي فيه ثالث سبب أكسوجين جاز مين هي أكسوجين جازة هي غزاية غير سمة هو بتكون بدون ريحة زي الكاربون داكساعد والميساعد دولة أهم غزين بيعملوا ديس بلايس متل أكسوجين يخليه يطلع فوق وهم ينزلوا تحت نتيجة ان الكسافة بتاعتهم بتكون أعلى طيب دلوقتي عايزين نتكلم عن احنا عارفين ايه هو أنا بافتكرة إزاي منار ماتت إزاي منار ماتت منتحرة منار اتقتلت منار حصل أكسيدنتل أنا عشان أفتكر المنار دي بتشرل إيه تمام فالمنار إف ديس هل هو أكسيدنتل كاتحادثة ولا سوسايد الانتحار ولا هموسايد الأتل أول حاجة اللي هي فكرة فدي غالبا بتكون أكسيدنتل حادثة نادرا هلاقيها سوسايد ونادرا هلاقيها هموسايد خالص تمام طيب وبالأخص في حالات الصفكية إنجازز حالات الصفكية إنجازز دي أنا مش عارف عاملها سوسايد ولا هموسايد تمام طيب الميكانيزم دلوقتي إزاي الشخص ده يموت بقى الشخص ده ايه الطريقة اللي يخليه يموت بيها دلوقتي احنا عارفين اللي هو نقص الأكسجين في البيئة اللي هو عاد فيها فهو دلوقتي لو الأكسجين في دلي يقل لدرجة انه هو بقى أقل من 25% less than 25% لو أقل من 25% منه الطبيعي تمام فده بيحصل إيه دلوقتي حصل نقص الأكسجين يقل من 25% عنه الطبيعي فبالتالي هيبتدي ما فيش أكسجين كافي بيقش الجسد فبالتالي يحصل عنده هيبوكسيا معنا إنه هو حصل عنده هيبوكسيا فبالتالي ما فيش هيحصل عنده سريبرال هيبوكسيا وما فيش دلوقتي الأكسجين كافي يوصل للمخ فبالتالي هيبتدي إنه يفقد وعيه unconsciousness بسبب environmental sophistication تمام أول حاجة إحنا عندنا بنشخاصه شبه بالضبط إحنا عارفين الdiagnosis بتاعنا من نعمل إيه من ناخد بنعمل examination بنعمل investigation عشان إحنا عارفين ده أساسا الdiagnosis بتاعنا هي نفس الفكرة أول حاجة أنا هشوف circumstances يعني هشوف ملابسات الحادثة تمام طيب ده بالنسبة لي أنا باخد كده اعتبر الhistory تاني حاجة أنا هاخد autopsy autopsy ده فكرة كاني بعمل examination تمام طيب وآخر حاجة الinvestigation أنا بعمل exclusion لأي other causes يعني ايه كلام ده أنا بعمل investigation وتحاليل ليه عشان أنا عايزة أعمل exclusion وأقول إن ده ده الحاجة السبب اللي حصل كان كده مش أي أسباب تانية أو أي أسباب للموت أخر other causes of this تمام طيب الexamination إحنا قلنا بنعمل عن طريق autopsy أنا باخد عين طيب هل environmental sophistication بتبقى كويسة مع الأوتوبسي هي ملهاش لازمة خالص non specific non specific non specific visceral condition يعني هو بسعلا إيه ألا الشخص ده عنده visceral condition وعنده احتقان في الفسر وكده ودي حاجة non specific أساسا يعني هي مش هتحصل بس بسبب environmental sophistication أو بتحصل حاجة كده عادي ممكن تحصل مع أي سبب تاني فهي الأوتوبسي non specific مش بتكون وتخصصه لكن toxicological analysis toxicological analysis التحليل اللي هو 16 سموم اللي أنا باخد عين الدم وابتدي أشوفها في الcarbon dioxide حالة إن شخص ده تسمم ب الصفكيت انجازز بتاعة الcarbon dioxide مش هحس بيها ليه عشان الcarbon dioxide هو من ضمن normal state 20 بتاعة البلد من ضمن مكونات الدم الطبيعية أساسا لكن أحس بيها إمتى ودي مهمة أحس بيها في حالات الميثان يعني حالات الميثان آه ده حالة الميثان ده مش موجود في جسمنا في الطبيعي فبتالي ممكن أعمله detection أساسا فين في البلد تمام تاني نوعنا زي نتكلم عنه smothering smothering من M اللي هو الماؤس والنوز أنا عملت لهم obstruction انتداد تمام طيب ده فكرت أنا بعمل انتداد obstruction أو occlusion لمين اذا كان نوز أو ماوس أنا بعمل انتداد أو occlusion للاي external الفتحات بتاعة التنفس الخارجية اذا كان نوز أو ايه أو ماوس تمام طيب بعمل لها انتداد ازاي او بقفلها ازاي يا اما بإيه دي تمام او بمخدة او بكيس بلاستيك او تيشو منديل او حتة قماشة او ايه حاجة بنهم بقفل الفتحات دي تمام دي اسمع smothering جاية من الماث اوكي طيب عايزين نعرف ايه يا المانورف ديس المانورف ديس ممكن تحصل المانورف ديس ممكن تحصل ال smothering ازاي بصوا ممكن تحصل حالة قتل بال smothering او ممكن تحصل societal وممكن تحصل accidental تعالوا نتبهم كده اول حاجة اللي همو سيطر ممكن تحصل قتل عن طريق ال smothering او طبعا ممكن ازاي ان الشخص ده مثلا داخل يسرق تمام فلقى طفله قدامه ماشي فعمل ايه كان جاي حطت ايده على بقه ومنخيره فلما حطت ايده على بقه على مخيره فدلوقتي عمله smothering فالشغال ليه هو يحط ايده على بقه ومنخيره عشان خاطر الطفل ده ما يصوتش وعايز يخليه يفضل هادي ويكتم صوته فبالتالي هو ما يعرفش ان هو هيكتم صوته هيكتم نفسه وخلص وممكن يموت منه اساسا فبيحصله مصاعدة لل smothering اللي هو حصل ايه حصل اللي هو نتيجة انسداد او construction ليه النوز والماوس اللي هما حصل الشخص ده او الطفل ده اتخنى يبقى بتحصل نتيجة sexual assault مثلا اللي هو بيكون ايه اللي هو الحاجلات الريبز والكلام دي وكمان الربرس اللي هو السرقة والبرجللس اللي هي بتكون السطوة على المنازل والكنابينج الخطف تمام دي كلها حالات اللي هي بتكون حيث ان البيكتم ده انا عايزة اخليه ساكت هي فكرتها كلها اللي انا بحطي ايدي او ايا كان او كيس بلاستيك او ايا كان على بق ومرخيره عشان انا عايزة يفضل ساكت وما سمعش صوته خالص سيفضل قويت هادي تمام طيب انا ممكن اكتب نفسه ازاي باكتب نفسه النوس والماوس ده عن طريق مثلا ايدي عن طريق كيس بلاستيك عن طريق مخدة او عن طريق ميلاية او عن طريق مثلا امسك رأسه وحطه على على السيرير كده عشان اكتب صوته خالص تمام طيب طيب احنا دلوقتي عايزين نعرف الشخص ده هيموت ازاي يعني مين اكتر ناس عرضة ان هما يموتوا بسبب السماثرينج يعني مين اكتر ناس عرضة ان هما يموتوا ويتقتلوا بسبب السماثرينج تمام الناس اللي هي الاكستريم اف ايج مين هما الناس الاكستريم اف ايج ان هي الاطراف بتاعت الاعمار اللي هما يئم very young اوي الصغيرين اوي او very old اوي ان هو الناس الصغيرة اوي او الناس الكبيرة اوي او لو كان شخص ادلت هل شخص ادلت وبكل قدرته وfull control of their faculties يعني ايه اللي هو full control of their faculties اللي هو عنده كل القدرات وتمام جدا ومعندوش اي مرض ومعندوش اي حاجة هل انا هقدر عليه في السماثرينج لا مش هقدر عليه تمام انا لو انا بحاول اقتله مش هقدر عليه لكن الادلت ممكن اقدر عليه في حالة اللي هو كان يعني ايه يعني هو منهج تعبان تعبان اللي هو عنده مرض اساسا او اللي هو بياخد دواء او اللي هو فيه فيه ريسترين اللي هو فيه قيود ماسكاب معنا اصح فساعتها او انا ممكن اتغلب عليه تمام يبا احنا كده عرفنا اللي هو مصايدل سماثرينج فكرتها اللي هي الاش فكرتها اللي انا عايز اخلص اخلي الفكتن بتاعي ده يفضل هادي نتيجة مثلا سيكشوال أسولت او روبرز او بيرجلورز او كدنابين كده يعني تمام فكرتها احنا عرفنا اللي هو بعمل بالهان بلاستيك باج او مخده او بيد كلوذينج او اللي انا بحطه وشه مثلا في السرير كده يعني دي كلها من دون الهوموسائدل سماثرينج وانا اللي هي بتحب اطراف الاعمار يا اما فيري يونج يا اما فيري اولد او شخص ادلت لكن ديبليتيت ديبليتيت اللي هو مرحكي عنده ديسيز او دراج صعب خالص اللي انا اشوف ادلت ويكون واعي وكويس وصحيا تمام واللي انا اقدر عليه وشايفة ان هي بتقيل على الكل وان هي خلاص مش عادتش عايزة تعيش وكده بتكون جاية راحة جايبة كيس بلاستيك وملبسة نفتها وميتها لابسة كيس بلاستيك على ايه على الوش فبالتالي كده قفلت عملت اوستركشن لمين للنوز والماوس فبالتالي ما عادش وصل لهم هوا فدي من ضمن السوسائدل سوسائدل سماثرينج تمام حالة الانتحار ومور كومان زي ما احنا سايلين في الالدرنلي الناس الكبيرة في السن طيب تالت حاجة الاكسيدنتل سماثرينج الاكسيدنتل سماثرينج اللي هو نتيجة ايه حادثة حصل سماثرينج نتيجة حادثة ازاي زي مثلا حالات الصرع الابليبتيك واحد عنده كونفالجن وتشنجات فوقع دلوقتي على وشه او مثلا حد كوماتوز كوماتوز اللي هو حد دخل في غيبوبة مثلا بسبب ان هو كان شارب حاجة او اللي هو كان واخد اي ادوية او بياخد اي مخضرات او كده فاللي هو دلوقتي حصل له كوماتوز ودخل في غيبوبة فلما وقع لما دخل في غيبوبة والكوماتوز فكان جاي واقع بشكل على فيس داون يعني ايه فيس داون يعني واقع على وشه تمام يعني هو دلوقتي نفترض ان هو وشه واقع على وشه هنا فعمل انسداد للنوز او الماوس تمام طيب عمل انسداد للنوز والماوس لازم اعمل انسداد للاتنين ما يفعش عمل واحد بس وتاني لا فلازم اعمل انسداد للنوز والماوس ففي الاكسدينتا اللي اما واحد عنده ابليبتك وكونفالجنز وقع على وشه تمام فعمل ابستركشن نوز والماوس او حد كوماتوز تمام او درنك او درنك فبتالي برضو قوي على وشه او طفل طفل ده مثلا ايه بيتقلب او كده فكان جاي بوش على الوش يعني هو ادفع على وش بتاعه على الملاية يعني اكتم وشه على الملاية فبالتالي هلاقي الطفل ده ميت طب هو حد قرب له طب حد موته لا هو كان بيتقلب فبالتالي فيس داون وشه بقى ايه وشه بقى على السرير على الماترس على الفراش بتاعه وبمعنى اصح ماشي وش على الفراش بتاعه فحصل للنوز والماوس فكان جاي ميت ده حالات اكسدينتا حد موته لأ تمام طيب مش معنى صح انا ما امسكتش راس الطفل ده وعملت له بوش في السرير انا لو ما امسكت الراس وعملت له بوش في السرير انا عايزك تنفسه وكده دي كده هموسايد لكن هو بيتقلب الطفل وبالتالي هو كان جاي وشه وعمل فيس داون على السرير وطبعا ما عرفش يعدل نفسه فبالتالي هيموت ده بسبب اكسدينتال تمام طيب النفس هيقل فالنفس هيفضل يقل لحد ما ياخد اجونال جاسبس ايه هو الاجونال جاسبس اللي هي اخر نفس هياخده تمام يبقى هيفضل يقل لنفس حد ما ياخد اخر نفس هياخده وبعد كده يحصل توقف خالص للتنفس ده كده اول حاجة تاني حاجة نتيجة ان طبعا التنفس وقف هيحصل ايه هيحصل مفيش اكسجين كافي واصل للمخ فبالتالي دلوقتي هيبتدي اللي هو الكهرباء بتاعة البرين تمام فهو دلوقتي ما عادش بيوصل الاكسجين كافي للمخ فبالتالي هيبتدي اللي الانكفالوجرام خالص لحد ما يبقى هيفتدي اللي حد ما يبقى لحد ما يبقى طيب ايه كمان هلاقي ان هو احنا عام حاجة عندنا مين الريسبيراتوري والبرين تمام الريسبيراتوري والبرين والكارديو باسكولر تمام الريسبيراتوري والبرين والكارديو باسكولر دولة اهم ثلاث حاجات عندنا احنا اول حاجة هيبتدي اللي حد ما ياخد الاجونال جاسب اللي هو اي اخر شهقة بتاعت التنفس دي وعلى كده يحصل توقف للتنفس معنا حصل توقف للتنفس في ناصل الاكسجين فبالتالي ما عادش هو يوصل الاكسجين كوائس للبرين فهلاقي الاجي حصل اللي هو بيقى لحد ما يبقى طيب رغم ان هو فلاد في الاي اي جي لكن القلب هيفضل ايه يفضل ينبط شوية بالان رسم بتاعه لحد ما هيحصل ويقف طيب هل ممكن انقزه اه ممكن انقزه لكن مش هيتنقز لواحد ولازم عمله وعمله انعاش ساعتها ممكن ايه انقز الشخص ده تمام طيب يبقى الهارت والكونتينيو تو بيت الهارت هيفضل مستمر ان هو يحصله بيت بالرغم من حتى حصل فلاد في الاي اي جي بيكون ريديوس وعا كده فلاد وعا كده قلنا اللي هو الهارت ريت بيقل واخر حاجة خالص البيت بيفضل شغال حبل رغم من الاي اي جي بتكون فلاد تمام ايه يا بقى البوست مورتم دياجنوز طيب براح البوست مورتم دياجنوز ازاي اشخص من الشخص ده مات بسبب بصتوا بقى انا دلوقتي دخلي واحد ميت وانا عايزة اقول ان الشخص ده ميت باسفيكسيا ونقع صفوكيشن وانهي نقع صفوكيشن طب حعرف كل الكلام ده ازاي اول حاجة في حالات السوسايد بالبلاستيك باك يعني واحد دلوقتي منتحر زي ما احنا سألين الناس الكبيرة في سنة اللي شافت اللي هي بقت تقيل على كل وكده بيبطل روح يجيبوا كيس بلاستيك ويكون قاين عاملين انتحار بي فالناس اللي اضحرت بالكيس بلاستيك حارف اشخاصهم اقول ان هو دي حالة انتحار بكيس بلاستيك لا هي نوت سبيستيك تمام الا في حالة واحدة انا اللي شايل الكيس البلاستيك بنفسي تمام وفي العلامات بتاعته موجودة اللي فيه كونجسشن على الرقبة وكده فساعتها اعرف ان هو ده كان بكيس البلاستيك غير كده لو هم مثلا حد من الاخارب بتاعته شالوه من قبل وصول البوليس او قبل وصول الدكاترة فساعتها انا مش عرف اشخص يعني مفيش حاجة تأكد ان الشخص ده ميت بكيس بلاستيك او منتحر بكيس بلاستيك فعلا لو الكيس البلاستيك ده تشال من احد الاقارب من قبل وصول البوليس او الميديكال ايجزامينا انا مش هعرف اشخص ان الشخص ده منتحر بكيس بلاستيك تمام عشان انا مش هسدق غيري لازم هسدق عينيه تمام طيب الا طبعا ملاقي ايه بيش شوية كونجسشن وقديمة ودي حاجة مش هتثبت ان هو منتحر بكيس بلاستيك عادي ما نلاقيها في اي حاجة تمام احنا اساسا اي حالات اسفكسية احنا عارفين اللي هو بيحصل فيها كونجسشن في الفيس وقديمة للفيس وكل كلام ده بسعب البينة ستورتوني بيكونوا لي تمام تاني حاجة اعرف منين اللي هو حصل هوموسايد باي جاجنج يعني ايه جاجنج فكرة الجاجنج اللي هو ايه احنا عارفين الجاجر فليكس الجاجر فليكس انا كنت بعمل استيميريشن للارنكس او الفرنكس والحاجات دي فانا دلوقتي عملت الجاجنج اللي انا جبت حتة قماش تمام او حتة قط وبدأت اخنق الشخص ده بيها لكن انا مصلتهاش للقبر ايروي بسج انا بخنق دلوقتي بقوا بيها تمام انا بخنق بقوا ومرخيروا بيها ده فكرة الجاجنج فدي حالة هوموسايد باي جاجنج انا عارف منين ان هو حصل هوموسايد حاصل حالة قتل عن طريق الجاجنج اللي انا حطيت قطن او حتة قماش او كده في بقوا لكن ما وسطلطاش الاروي بسج اعرف منين عن طريق اللي انا اكتشف الجاج دي سدى الاروي ذات ميكس ذا دايجنوزيس تمام في الناس الكبيرة بلاي عندهم كونجشن في الاسكديرا كونجكتايفا والاسكين بتاعت الفيس تمام فهو بيقول لنا دلوقتي عن طريق اللي انا اكتشف ازاي ان هو حصل له جاجنج وبسبب الجاجنج اللي حصل ده ان الشخص ده مات بسبب قتل حد قتلوا عن طريق الجاجنج عن طريق اللي انا بخرج الجاجنج اما لاي فيه انسداد في الاروي يعني هلاي حصل انسداد في الاروي عن طريق الجاجنج هلاي حتة القماش دي بالفعل محشورة ودي حصل له اوبستركشن الاروي بيها تمام هشخص للناس الكبيرة ازاي الناس الكبيرة في السن احنا عارفين دلوقتي يلاقي في عندها congestion احتقان في الاسكيليرا والكونجاكتايفا وكمان الاسكيم بتاع الفيس زي ما احنا سألين congestion ده بيكون موجود في اي حت طيب عندنا كمان حالتين حالة حالة هوموسايد وثبيلو يعني ايه هوموسايد وثبيلو حالة قتل عن طريق المخد يعني هو دلوقتي مثلا حد كبير في السل او اي ان كان شخص عنده مرض وتعبان وشايف نفسه لو هو خلاص ما عادش قادر فهيتفق مع ممردة مثلا ان هي تعالي موتيني هتموته هتموته بالمخده هتجيب المخده وتخش عليه تعمل obstruction للنوز والماوس فدي بنسميها smothering تمام فهو هنا حصلت حالة هوموسايد قتل عن طريق المخده وده بنسميه موت رحيم بيحصل قتل الرحيم اللي هو ايه الميرثينج دس اللي هو ايه شخص ده بيعمل ايه قتل الرحيم لنفسه عشان هو تعب من كتر ايه من كتر المرض وخلاص ما عادش مستحمد تمام مفيش اي علامات تدل ان هو تقتل بالمخده الا هلاقي فيه شوية bruising في الليب هنواريكوا صورة ليها تحت دلوقتي الا بلاقي فيه شوية bruising في الليب اللي هو بلاقي فيه ايه كدمات كده موجودة في الليب سبب الضغط الزيادة شوية لو انا ضغطت زيادة شوية فهيحصل ايه abrasion تمام بلاقي فيه bruising كدمات كده موجودة على الشفة بلاقي فيه كدمات موجودة على الشفة ولا ضغطت شوية زيادة هلاقي فيه abrasion تمام طيب كده تكلمنا عن هوموسايد عن طريق المخد ده. عن طريق انا بقى في النوز والماوس. لكن باستخدام ايدي. فانا ايه العلامات اللي هتكون موجودة? علامات اللي انا استخدمت ايدي في وهو كان واعي. وطبعا وهو بيقاوم. يعني هو دلوقتي انا استخدمت ايدي طفل. مسلا انا استخدمت ايدي عاملة للنوز والماوس بتاعته. وهو كان واعي. وبيحاول يهرب مني وبيحاول يقاوم. فبالتالي هلاقي فيه علامات اللي هي الضوافر. هلاقيها عاملة على النوز والماوس. عاملة آكل كده على النوز والماوس وهلاقي كمان فيه كدمات موجودة على اللب بتاعته تمام فيه كدمات موجودة على الايه على الشفة بتاعت الايه احنا كده الحمد لله اتكلمنا على البوست مورتم دايج نوز ازاي شخص حالة وفية حالة جاية متوفية قلنا حالة سوسايد بالبلاستيك باك مش عارفة شخصها الا لو انا شلت الكيس بنفسي الهوموسايد عن طريق الجاج عن طريقه انا لقيت فيه ابوستركشن للأروي عن طريقه الجاج دلوقتي بعدين نتكلم عن ده ثالث نوع من أنواع يعني ايه أنا دلوقتي عملت إلباءier يبقى هو حصل إsterاني أيها طيب ايه هو نفس الكلام هل نتكلم عن الملنرورف ديس و الاميكانيزم والبوستموير الدائجنوز الملنرورف ديس بتاع الشوكين الشوكين اللي هو شرق بمعنى أصح اللي هو يكون حصل ايه الشوكين الملنرورف ديس هنا ميكون هيئمة حصل بشكل طبيعي ناترل يئمة هوموسايدل يئمة اكسيدنتل هل بتحصل سوسايدل لأ محدش هيعمل تشوكينج لنفسه عن طريق سوسايدل يعني هو دلوقتي ايه يعني يعني يحاول ينتحر ويعمل تشوكينج لأ دي في حاجات تانية احسن واسهل يعني تمام طيب وعرفنا تشوكينج اللي هو حصل ايه ابوستركشن سيدات في الابر ايروي بسج او الانترنر ايروي بسج مش الماوس مش نالي حد الماوس بس او الاورال كافتي لأ بعد كده كمان طيب ممكن تحصل بشكل ناترل طبيعي او زي ايه مسلا حد عنده اتهاب في الايبي جلوتس حد عنده اكيوتràب شديد في الايبي جلوتس فنتيجة الالتهاب الشديد ده فحصل انسدات في الايه في الانترنل ايروي تمام يبقى هو حصل دلوقتي عنده حد اكيوت ايبي جلوتس اا او ابجلتايتس فبالتالي حصل ايه حصل انسدات في الانترنل ايروي عن طريق الاخيوت الاجب تيترنال والميكوزا اللي هو حصلها انفيليمد وبيكون الأجيس ان Disney بتكون حصلها ايه بتكون عندها هيبريميا ويديما وكده فبالتالي عمل انسيدات فده من ضمن ده اول واحدة تاني واحدة عندنا تاني احنا قلنا ايه ما يكون هوموسايدل ايه ما يكون مفيش سوسايدل طيب الهوموسايدل هو ممكن يحصل حالة لكن ممكن تحصل لكن هي بتكون نادرة يعني بتكون قريلة جدا ان هو ايه مثلا اغلي حد يحصله تشوكينج في الانترنل بصو انترنل يعني حتى مش في برة اكسترنل ده ده انا ادخل حاجات لجوه انترنل علشان خاطر يتقتل تمام بس ده نادرة اللي هي تحصل ممكن تحصل في الاطفال وممكن تحصل في الكبار لو حصلت في الاطفال مثلا عن طريقه انا بعض ادخل مثلا ايه طويلت بيبر اللي هي مناديل طويلت او قط تمام بافضل ادخلها في الماوس لحد ما توصل للفرنكس بتاعته مثلا ده لو كانت فل انا عايز اموته او في ناس واحد شخص كبير اضلت عن طريقه الجاجينج الجاجينج اللي انا سيلالكو عليها عملية الجاج اللي انا بعض ايه بعض ادخل close حتة قماشة بعد ادخل صوفت الاوبجيكت اي حاجة طرية بدخلها عن طريقه الماوس لحد ما توصل لفين لحد ما توصل للفرنكس واللرنكس والمنطقة دي تمام دي غالبا بتحصل في حالات السرقة وحالات السطو بيرجلوري ايه فكرتها ليه فكرتها انا ليه بعمل بعمل له جاجينج فكرتها ليه انا بعمل جاجينج بصوا لو حصل جاجينج على مستوى الاورال كافتي بس فده منتقل لو حصل ان هي الجاجينج ده دخلت لجوه تمام فبالتالي اللي هي وصلت للإيه للإنترنال ايروي فبالتالي ده عملت ايه عملت هوموسايدل شوكينج ده حصل هنا شوكينج تمام وده حالة قتل هوموسايدل شوكينج نتيجة اللي انا دخلت soft object او دخلت close حتة قماشة او كده اثناء السرقة او اثناء استطوع المنازل عشان اعجب الشخص ده يفضل ساكت فحتة القماشة دي فضلت ترجع الورى لحد ما وصلت للبستيريوريفيريكس فضلت ترجع الورى لحد ما وصلت للبستيريوريفيرنيكس فعملت الشخص ده شوك معادش ضغط طبعاً في البستيريورفيريكس فقد جاي ضغطة على اللرنكس فبالتالي عملت شوك وقفلت اللرنكس فبالتالي حصل لتشوك وإيه وتكتب نفسه ومات خورس يمكن احنا كده ده ممكن تكون ناترون على طريره ببلوطايتس والهموساي ID عن طريق الأطفال التويلت بيبر والقطن والكبار اللي هو عن طريق الجاجين ممكن تحصل عن طريق اللي هي حدثة أو ممكن تحصل عن طريق حدثة زي مثلا أنا عملت انسيدات عن طريق فوت أو عن طريق فورين أبجيكت يعني أنا دلوقتي مثلا إيه ممكن تحصل حدثة شوكينج لأنا مثلا قعدة طفل ده بيلعب بحاجة مثلا بلعبة بتاعته بكورة وكان جاي مدخلة وصلت ليه البستيريور فرنكس الفرنكس من وراء فبالتالي عن طريق فوت أو عن طريق فورين أبجيكت فبالتالي عملت انسيدات للمقردة فبالتالي دي منذ من الأكسدينتال شوكينج يبقى احنا على فكرة أكسدينتال يعني حصلت عن طريق الحدثة والشوكينج اللي هو حصل انسيدات في الانترنال ايروي بسد فهو لما يحصل انسيدات للبستيريور فرنكس ويه اللارنكس عن طريق فوت أو عن طريق فورين أبجيكت فده بنسميها أكسدينتال شوكينج في الأطفال مثلا عن طريق مثلا لعبة عن طريق كورة عن طريق بيخلع سنة أو عن طريق شوية دم أو تجلط من الدم من نتيجة العملية التونسيلكتومي أو عن طريق مثلا أكل وهو بيأكل تمام؟ دخلت فين؟ دخلت في البستيرو فرنكس وي اللرنكس فساعتها سدت المنطقة دي تمام؟ طيب الناس الكبيرة مثلا عن طريق الأكل عن طريق السنان وحد مركب السنان تمام؟ الناس مثلا اللي هي الأكيوت ألكوحوليزم الناس اللي هي بتاخد ألكوحول تمام؟ أو أنسيزيا أو تخدير أو عندهم مثلا نيرولوجيكال إنجري اللي هو عندهم مثلا مشكلة في الأعصاب فبالتالي الناس دي بتلاقي وحصل لها تمام؟ لو هي رجعت يبقى هي بتعمل أصبايريشن للفومت دي تمام؟ الفومت دي اللي هو تمام؟ بتعمل أصبايريشن للجسر كونتنت أو الفومت فبالتالي بتعمل انسدات لإيه؟ أو مثلا واحدة ست وقفة قدام حلة تمام؟ ففتحت الغطب فبالتالي فيه بخار خرج فنتيجة البخار اللي خرج ده هي عملت له انهيليشن تنفزته فبالتالي راح تعملت للإبيجلوتس عملت لانفلاميشن فعملت إبيجلوتايتس فنتيجة الإبيجلوتايتس اللي حصلت دي عملت أكسيدنتال شوكينج تمام؟ إحنا عرفنا كذا حالة؟ أوه يبقى فكرة الأكسيدنتال شوكينج اللي هي حصل انسداد للبستيرفرنكس واللرنيكس عن طريق طعام عن طريق فورين أبجيكت الأطفال لعبة كورة إكستراكت تيس بلود كلوت كلوت كل الكلام ده في الأطفال لكن في الأدلت الأدلت اللي هي فود أو دينتر أو لو حد مثلا بياخد ألكحول أو حد بياخد أنسيزيا حد بياخد ألكحول أو أنسيزيا تخدير أو ودأ يرجع أو عنده بيخرج جاستر فبدل هتخرج من هنا تكون جاية داخلة في الإيروي فهتعمل بلوك للإيروي طيب دلوقتي بقى نتكلم عن الميكانيزم طيب إزاي بيحصل بسبب احنا دلوقتي عارفين أنه هو حصل يعني هو دلوقتي حصل في الفيرنكس تمام أو حصل كمان في اللرنيكس تمام أدي هنا مثلا وحصل هنا في الفيرنكس فنتيجة ان الابشكت ده حصل له فهو دلوقتي حصل فلما حصل للإيروي فالشخص ده مش عارف ياخد نفسه فهنلاقي عنده بشكل كويس وانتيجة مش عارف ياخد نفسه بشكل كويس فبالتالي الاكسجين مش عارف يخش فبيكون عنده ناصف الاكسجين فهنلاقي عنده هايبوكسيا وكمان هنلاقي عنده كونجسشن وهنلاقي كمان زادة رديولد هموجلوبن فبالتالي هنلاقي عنده صينوزيس صحي كده تمام في حاجة بقى ان الشخص ده يموت بشكل سريع وشكل اسمها ان هو يموت بشكل سريع وبيكون بشكل صامد جدا. يبقى قاعد بياكل ومرة واحدة يكون شرق. تمام? حصل للأكل. وقف كان جاي يموقف اكل وكان جاي يوقف مرة واحدة وكان جاي يطبق ساكت ميت. طب ايه اللي حصل? فهما بيقولوا في الحالة دي ان هو كان عنده وان هو كان اساسا قبل ما قبل ما يقبل الاكلة او قبل اي حاجة هو كان اساسا عنده مشكلة في القلب وكده. لكن المشكلة لا يعني تتمثل هنا خالص. المشكلة حصلت نتيجة ان هو عنده حساسية جدا. expansivity ق كان جاي حصل ايه للفيغس. للفيغس اللي هنا دهكان حصل له انهيبشن. معنى ان الفيغس حصله فبالتالي هيحصل للقلب والقلب لو يقف فبالتالي هيكون جاي واقع مرة واحدة ميته. هيحصل ديس والدس ده بيكون مشكل سريع بيبقى بيكون سايلانت. الحالة دي بنسميها ايه؟ بنسميها كافي كوروناري. وكافي كوروناري الدكتور قالت ممكن تيجي يستنى سؤال. define كافي كوروناري. نفتكرها ازاي كافي ان هو كان قاعد في كافي عادي بياكل ومرة واحدة كان جاي طابب ساكت ميت كوروناري نتيجة حصل استيميليشن حصل سوري انهيبشن للفيكس. تعالوا نقرأ بقى. الرابط سايلانت ديس اللي هو مات بشكل سريع وشكل هادي جدا صامد نتيجة الفوزيجال کارديك أريست نتيجة الفوزيجال انهيبشن عملت ايه؟ عملت كارديك أريست وكان جاي مقفل قالب تمام? كان جاي واقع ميت دي كافي كوروناري اسكولت كافي كوروناري ده نوع من انواع الفوت اسبي ريشن نتيجة انه هو حصل اسبي ريشن للأكل بتاعه وكان بياكل عادي مقبطه ومرة واحدة وقف الأكل وكان جاي اهي موقف وكان جاي ميت. ده بيقوله مبدايا كده ان هو عنده كان كاردياك ليشن لكن السبب لا يكمل هنا وإنما كانت كانت عبارة عن عملت مرة واحدة عملت فنتيجة ان الفيجاس تشتغل عملت وقفت القلب وقفت مرة واحدة مخليها حصله ممكن يحصل بسبب الأكل بس لا ممكن يحصل كمان بسبب شرب ما يسعى نتيجة شرب ما يسعى فهو عمل برضو عدى من خلال الفرنكس وهو عنده زيادة في جدا في الفرنكس واللاركس ونتيجة اللي هو زيادة في السنسيفتي تحت الفرنكس فبالتالي عمل فنتيجة ان الفيجال انهيبشن حصله فبالتالي حصل هيموت بسبب ما يسعى ده بنسميها بسبب يعني ايه بوست مورتم دياجنوزز جاي لشخص ميت وانا عايز اشخاصه ان هو بالفعل مات بسبب ايه مات بسبب طيب احنا عارفين نفس الكلام هاخد منه وعمل له طيب الهيستوري هاخده من ميت لكن انا دلوقتي هشوف يعني هشوف ملبسات الحادسة طيب انا ممكن الاقي ايه يعني ايه من ملبسات الحادسة وانا بحاول اعمله روس صيتيش انا حاول اعمله انعاش كده واخلي التنفس يرجع تاني هلاقي اللي انا خرقت اوبجيكت خرقت حاجة مثلا من ناحية او خرقت فود من ناحية ده بتكون دليل قطعي اقدر اشخص به من الهيستوري تمام دي اول حاجة تاني حاجة اللي انا ممكن ااخد اوتوبسي او ممكن ااخد عينة يعني مثلا وانا واخد اوتوبسي واخد خطر شخص ان هو ده ميت بسبب فانا جاي ااخد اوتوبسي بلاي اللي هو بيكون سبيسيفيك جدا مقصص اه ازاي بقى عن طريق وانا خدت عينة كده مثلا من تمام بسبب اللي هو احنا عارفين اللي هو فانا خدت عينة من لقيت فيه فعلا انسداد في عن طريق تمام فالأوبجيكت اللي موجود ده عمل كده مات وعمل هنا في المكان ويا بقى لو كان هارد ناشف او كان دخلناه عن طريق الفرص فبتلي بيعمل ويه وبروسيس كده بيكون باينة جدا ان هو ده سبيسيفيك تمام وان هو مات بالفعل بسبب تمام طيب لو كانت كمية صغيرة جدا لما عملت اوتوبسي ولاقيت كمية صغيرة جدا من الاكل دي مش دليل قطعي ان هو مات بسبب خالص قال لنا اثناء بعد ما هو حصل له ممكن يحصل حاجات تخش في وهي اساسا قبل ما يموت ما كانتش موجودة اه تمام ماشي ممكن حاجات تخش في في بتاعه من اول ده وانو احنا نازلين يكون مليان بالجستر الكونتينت اللي هو المكونات بتاعت الاكل يكون اكلودت بالفوت او تمام يكون ايه من اول للرنكس تركية برونقاي واحنا نازلين دي كلها بتكون مليانة بالفوت او اللي هو الجستر او لستومك كونتينよろ ده بتكون بعد ما مات أصلا اللي هو عند دي من ضمن Agrional Phenomena At the time of the test يعني آخر معنا حاجة إن شاء الله اللي هو الميكانيكا الأسفكسيا احنا كده تكلمنا عن اين راجع مع بعض احنا تكلمنا عن الانفايرمينتال سوفكيشن وده بيكون عبارة عن ناصل الأكسوجين في الانفايرمنت هو موجود فيها تاني حاجة من اسمها ان هو بيكون الماوس والنوز انا عملتولهم ابستركشن تالت حاجة تكلمنا عنها هي زي ما احنا عرفنا اللي هو بيكون هي اللي حصلها ابستركشن دلوقتي عايزين نتكلم عن الميكانيكا الأسفكسيا والدراونينج ونبقى كده خلصنا الجزء الاولاني هو الجزء الاكبر بإذن الله طيب الميكانيكا الأسفكسيا من اسمها هو بالضبط نفتكرة ميكانيكا الأسفكسيا نشتري نفتكرة كده بشبه الميكانيكي يعني ايه شبه الميكانيكي يعني هو دلوقتي الشخص الميكانيكي اللي بيصلح العربية عشان بيرفحها بكوريك تمام فهو دلوقتي لما بيرفحها وبينزل تحت العربية فهو قاعد يصلح فيها الكوريك ده باز فهو لما باز العربية كتجاية وقع على الشخص الميكانيكي ده فلما العربية وقعت عليه فكتجاية ضغطة على الشيست او ضغطت على الابدومين بتاعه احنا عارفين هو مثلا ان في ميل بتحصل الريسبايريشا بتاعها عن طريق الابدومين والميل الشيست او العكس يعني هو بقع متا التنفس بيحصل يعني الاتنين مع بعض الابدومين والشيست مع بعض تمام طيب فهو كان جاي بقى ايه العربية دي كتجاية وقع على الابدومين بتاعها او وقعت على الشيست بتاعه فنتيجة الهي بريجر الجامد ده خلت الريسبيراتوري مصير بتاعته حصلت فيها فيلر فما عادتش عارف يحصل تتمدد عشان تعمل انسبيرشن ويحصل الطبيعي بتاعه هو يحصل التنفس فتعالوا نقرأ بقى التعريف بتاع الميكانيكا الاسفكسي احنا كده قلت القصة دي ليه عشان اول ما نفتكر الميكانيكا الاسفكسي ميكانيكا الميكانيكي وقع عليه هاي بريجر على الشيست او الابدم اللي بتاعه حصل فيلر في الريسبيراتوري مصير معرفش ياخد نفسه تمام طيب فهو دلوقتي الميكانيكا الاسفكسي هي بتحصل نتيجة ضغط بريجره هوا 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 يبوز الكوريك أو يزوق الكوريك عشان يقل عربية على نفسه؟ لا مش هيعرف أساساً فبالتاني ما بتحصلش سوسايدل هي تحصله موسايدل حالة قتل حد مثلاً يبوز الكوريك عشان عايدي يقتل الشخص ان كان يجي ده أو حالة أكسيدنتل والأكتر ان هي بتحصل أكسيدنتل بيقول لنا الأكسيدنتل هي المست ميكانيكا الاسفكسيات إذ أكسيدنتل معظم الميكانيكا الاسفكسيات أساساً بتكون أكسيدنتل عن طريق الحوادث بنقسمها لكم نوع؟ بنقسمها لثلاث نواع مين هم بقى؟ التروماتيك أسفكسيا البوزيشن الأسفكسيا الرايت كراش والهيومن بايل ديس طيب أول واحدة معنا التروماتيك أسفكسيا التروماتيك أسفكسيا ده نتيجة ترومة إيه اللي حصل بقى؟ اللي حصل هنا أنه هو هيفي ويت وزن عالي جداً كان جاي ضاغط على الشيست بتاع الشخص ده أو الأبر أبدو من بتاعته طيب يبقى أنتوا كده مرتبين معي هي فكريتها بالزبط اللي فتكرها هيفي ويت هيفي ويت دي كأنها عربية هيفي ويت ضغطت على الشيست بتاع الشخص أو على الأبر أبدو من بتاعه فمنعت الرايتس بيريشن اللي هو يحصل طيب إيه الأمثلة بتاعت التروماتيك أسفكسيا؟ الأمثلة بتاعت التروماتيك أسفكسيا يعني الفرد ده الشخص ده بيصلح عربية وقاعد تحت العربية وفول أوف دا جاك يعني هو كان جاي واقع العربية على الشيست بتاعه دي أول مثال النفس المثال اللي أنا أرتولكو تاني مثال حالات البنك حالات اللي هو الظهر ولمسحوب بهروب جماعي يعني مثلا حالات إيرثي كويك زلزال حالات حريقة في مصرح حالات حريقة في مصرح فكل الناس بتكون خايفة جدا وبتبتدي تجري فهما بيجروا فييه ناس بتوقع فالناس اللي بتوقع دي بيدوسوا عليهم فنتيجة ان هما بيدوسوا عليهم برجليهم على الشيست والقبدون من متاحهم فده من ثمية Traumatic Asphyxia نوع من ضمن أنواع الميكانيكا الأسفكسية تمام طيب ثالث مثلا المثال معنا اللي هو Invital period in cave in cave in يعني ايه الكلام ده يعني هو شخص دلوقتي الدفن تحت انهيارات cave in يعني تحت انهيارات يعني مثلا حد قاعد في البيت والبيت ده وقع عليه تمام هو دلوقتي البيت ده وقع ماشي فالانهيار اللي حصل ده كله كان جاي يواقع عليه فهو وقع على الشيست وقع على قبد وينواقع على جسمه كله فبالتالي دي من ضمن Traumatic Asphyxia تمام نتيجة حدثة عربية مثلا زلزال او حد مثلا تحت الانهيارات كل الكلام ده تاني مثال او تاني نوع من الميكانيكا الأسفكسية اللي سميناها الposition الأسفكسية الposition الأسفكسية دي بتكون وضعية اللي هو Jack Knife Position يعني ايه Jack Knife Position هوريكوا صورة لها تحت هتفهموها دلوقتي هي بتوى شبه بالضبط كأنه بيفتح مطوع كأنه فاكرين اللي هو المطوع اللي كنا واخدينها كنا بال Jack Knife ايه دي بنسميها Jack Knife Position اللي هو بيكون على نفس الوضعية اللي هي متنية كده بالضبط الشخص ده بيكون راسه هنا هي تمام وبقيت جسمه هنا يعني هو مثلا ده شباك هو واقف على الشباك ماشي منلاقي اللي هو على الوضعية دي راسه بيكون هنا تمام ونتيجة الشباك ده ضغط على الشست وضغط على الأب من الشكل ده وبقيت جسمه هنا ده بيكون شخص سقران شخص يعني واخد الكحول واخد drug intoxication تمام هي دي كلمة الوضعية الاسفكسية تعالوا نقرأ بقى اللي هو بنلاقي نصه بقى ونصه بره في الشباك ماشي ده الوضعية الاسفكسية الوضعية الاسفكسية ده بيكون حالة حدثة accidental الفرد ده بنلاقيه معمول في وضعية مش عارف ياخد بيها نفسه ايه الوضعية دي upside down اللي هو بنلاقي راسه تحت ورجله هي اللي بتكون ايه فوق راسه هي تحت ورجله هي اللي بتكون فوق نتيجة انه هو بيكون شارب alkohol او drug intoxication اواخد اي ادوية او مخدرات تمام فبالتالي بيكون على الوضعية دي اللي هو jack knife position اللي هي بتكون من ضمن الاسفكسية اللي هو نصه جوه ونصه بره نتيجة الكلام ده الشباك بيكون ضغط على الشيست او لاب بمساعة ومش عارف ياخد نفسه تمام طيب تالت نوع من انواع الاسفكسية اللي هو بنسميها right crush right crush او بنسميها human pile this يعني ايه الكلام ده right crush اللي هو وقع ووقع وانا دست عليك يعني انت وقعت وانا دست عليك ده right crush تمام او مثلا في مظاهرة هي من pile this اللي هو نتيجة الناس في مظاهرة او الناس فوق بعض او في الحج او كده تمام فهم بيكونوا ماشي فبردو يعني مش حالة زعر او حالة خوف بانك زي traumatic asphyxia لكن هي حالة ايه حالة ازدحان زي مثلا تحصل في right right اللي هو الشغب ماشي ماشي في حالة ايه حالة right لما chest is compressed by stamp stamp bending يعني ايه الكلام ده يعني هو دلوقتي في حالات الشغب وحالات المظاهرات وكل الكلام ده فالناس مثلا فيه ناس بتوعفان احنا بنضغط عليهم عن طريق اللي احنا بتدوس عليهم الناس اللي بتجري دي بتدوس عليهم اللي هو stamp bending تمام stamp bending جاي من stamp بتعمل stamp كده على الشيس بتحمل لو بتبقى الناس اللي بتهرب تمام طيب او حالات binding binding اللي هو حالات المتقدسين الناس المتقدسة فوق بعض اللي هم بيقوا على بعض وكده تمام ماشي دي من سميها right crush or human pile death تمام طيب بقى فضلنا manner of this احنا تكلمنا دلوقتي عن manner of this اللي هو ممكن تكون accidental وممكن تكون homocidal صحي كده تمام فالhomocidal اللي هي ممكن تكون حالة قتل ممكن يدقتل عن طريق الميكانيكا الأسفكسية ممكن ماشي انه هو حد مسلا بوز الكوريك حد مش عارفة ايه وقع الربي عليه قصد حد داس علي قصد زي مثلا حالات اللي هو حاطت الصخرة على الشيست بتاعه انا دلوقتي عايز اقتله انا حاطت صخرة على الشيست بتاعه على الابدون الاابر ابدون من بتاعه زي احد ون احد كده او حالات البريكينج انا دلوقتي بركله برجلي قصد. اساسا بطلت على الشست بتاعه او على الابدومين بتاعه برجلي قصد عشان انا عايز اموته. تمام? دي حالاته مصيدة اللي بتكون نادرة اللي هي تحصل يعني. تمام? ايه بقى البوست مورتم دايجنوزز. البوست مورتم دايجنوزز دلوقتي جايه لشخص ميت فانعايز اشخاصه ان هو ميكانيكا الاسفكسية. بوسته. في الميكانيكا الاسفكسية بيكون يعني مفيش اي علامات داخلية تشير ان الشخص ده ميت نتيجة ميكانيكا الاسفكسية مع انه ده ضغطة عربية. ده هاي بريجر على الشست او الابدومين بتاعه. ازاي ما يكونش فيه اي اه 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 انترنال انجري. مفيش فعلا انترنال انجري. بالرغم من هيفيو ويت على الشست بتاعه. لكن ممكن نلاقي فيه شوية على الهيد بتاعته. على النك. على الابر ترونك. تمام? مع الكونجيشن ده فيه شوية بتيك اه اه نيومرس بتيك كده في الاريا دي. وممكن كمان نلاقيها في الاسكليرا والكنجاكتايفا والسكن الي حوالين العين. ممكن نلاقي فيه الريتنا نفسها اللي جوى بنلاقي فيها همرج تمام? ممكن نلاقي اللي هو اه مخرج فوم تمام نتيجة الضغط على الشست بتاعه جامت. فبالتالي بيكون نتيجة อبي شست بالتالي عميلة للشست للشيست شوية فبالتالي خراجت ميوكاس كتير. نتيجة الميوكاس اللي خرج ده مع الهوة وكده فعملت كوينة فوم. الفوم اللي خرج ده بيكون لونه ده بلادي 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 فوم. فوم خارج من النوز بيكون في بقى فيه بلاد. بلاي عنده بسبب السيانوزز اللي حصلت له سبب زيادة الهيموجلوبين بلاي عنده بتاعه بيكون. يبقى احنا عارفنا كده البوست مورتن مفيش اي انترنل انجوري. بيبقى عنده بيكون عنده بلاد فوم خارج من النوز. خمس حاجات اهمت. تمام? قارفناهم. طيب تعالوا بقى نشوف شوية سور. ان شاء الله هناخدهم في البوز التاني. طيب تعالوا نشوف الباية كده شوية تصور. عندنا اول حاجة عندنا دي. زي ما احنا سائرين من ال ماوس. عملت اوبستروكشن او النوز. تمام? ففاكرين اللي احنا كنا بتقول اللي هو على اساس الحاجة. فانا دلواتي مسلا ده حصل على النوز على النوز. او بصوا النوز لماوس لقيت فيه اابريسون كونتوجن. معنا ان فيه على اابريسون كونتوجن على الماوس والنوز. يبقى ده دلواتي كان عملتله صحي كده. طيب بصوا الانر لب عامل ازاي من جهة. فيه جامد على المخدة او ممكن تكون بالهند. عملت لها بالمخدة او عملت لها بالهند. صح كده? طيب هنا ده بصوا حوالين الليب بتاعته. تمام? في الطفل لسه مولود عملتها له. لقيت عنده على الليب بتاعته. او على الليب بتاعته. ده ممكن عملتها او ده مسكت راسه وحطتها في قلب الايه? حطتها في قلب السرير. او ممكن تكون اكسدينتة الاصلا ان هو الطفل ده بتقلب مسلا فكان جاي محطوط على الماترس. فلاقيت في بيبقى فيه على اللب بتاعه. تمام? طيب. ده حالة مسلا سوسايد. آآ بالبلاستيك باك. عن طريق السموترينج برضو. تمام? حالة الناس الكبيرة. ممكن تكون حالة صغيرة. آآ مسلا طفلا صغير. فهو كان جاي الملبسه بلاستيك باك اهو. تمام? على البلاستيك باك سوسايد. تمام? ماشي. دلوقتي احنا كده تكلمنا عن حالات السموترينج. في حالات تسوكينج اهو اللي هو التسوكينج اللي هو زي ما احنا شايفين عملت له الوتوبسي. فلاقيت في اهو حاجة في اوبجيك تمام مقفول في الانترنال ايروي اهو ماشي ده هنا فوتبولس. فوتبولس ازوكينج تسوكينج فوتبولس وقفت في الانترنال ايروي تسوكينج. تمام? طيب. التروماتيك اسفيكسية. فاكريني التروماتيك اسفيكسيا دي نوع من قد من انواع المكانكة mostroph Cycle di thermate cimsic كده. تمام? ان احنا قلنا دلوقتي عربية وقعت على الشيستيك بتاعه صح? تمام? او الابدومين الابر ابدمين. فزي ما احنا شايفين كده بيكون اه بيحصل عنده دي يعني عن احنا دلوقتي مسلا عملنا مستوى الكمبرشن هناك مسلا العربية ويات عند المنطقة دي. ابوف الليفل بتاع الكمبرشن من اللي هي عنده دي يعني الجسم بتاعها بيتحول بيبقى لونه بنفسي جمي مغمئ. زي ما احنا شايفين دي تمام? ولمنطقة دي بتكون فتحة واللي هي فوق المستوى بتاع الحصل فيه يكون بتكون لها تمام? donne be first exception احنا سايدين دلوقتي الاشكال بتاعاتها بيكون عنده ايه? اه صح كده? في الفيس والشولدر بتاعة وحنا سايدين دلوقتي oleh بيكون عنده صح. بيكون اه هي ازا ما احنا شايفين فيه اه 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 احتقان وبنلاقي فيه كده كده تمام? طيب و03 وقالنا كمان هنلاقي في ريتنا الاي والقناق؟ وقسته عملة ازاي? تمام؟ ادي الكونجكتايفة بصهم حمرها زي عند الكونجكتايفة تمام? هنا ده في التروماتيك اسفيكسي احنا سايلين دلوقتي بيخرج ايه? بيخرج الفوم تمام? من النوج والفوم ده بيكون لون بلادي بلادي ايه بلادي فوم تمام? طيب اهو زي ما احنا سايلين عنده في الفيس وكمان في بلط فوم خارج من النوج والماوس تمام? ودي كونجيشن حاصل في الفيس. وشايفين كمان بري اوربيتال اهيه اه بتيكا الهيموريج صاحي كده? تمام? دي حالة على طول اول ما نشوفها نقول ايه? دي حالة دروماتيك اسفيكسي. بصوا بقى الاسفيكسي اللي كنت أقول لكم عليها. ادي هو مسلا واقف في الشباك. تمام? ادي الشباك اهو. فمنلاقيه اللي هو راسه ايه? نايف جاك آآ بوزيشن. اللي هي بتكون راسه هنا تحت وآآ راسه في حتة ويه الجسمه في حتة تانية. فبالتالي بيكون صعب عليه التنفس جاك نايف بوزيشن. ودي مش موجودة في اللي هي اللي مش موجود في البيدي اف. لكن الكلمة مهمة يعني معينا ان شاء الله قولها هو Leo دي بتكون موجودة فين? دي موجودة في الاصفيكسية. تمام? ранي لنا بسرعة كده عن مع نوع اول حاجة. قبل ما نقول يعني ايه معناها ايه? ده نوع من أنواع الاصفيكسية. اخر نوع من أنواع الاصفيكسية. تمام? يبقى هو نوع من أنواع الاصفيكسية الاصفيكسية دي قولنا كيميكا الاصفيكسية. دلوقات عندنا اخر نوع فيها خالص. اه اللي هو الصوفيكيشن اللي هو نقص الاكسجن اللي هو الاكسجن مش وصل للبلاث بشكل كويس. تمام? فالاخر نوع من الصوفيكيشن اسمه دراوننج. تمام? الدراوننج معناها ان الشخص ده غريق. تمام? طيب. احنا سألين اللي هي شكل من اشكال الاسفكسية. اه معنا ان هو غريق نتيجة اللي هو حصل ان هو في مية او في اي سائل. مش شرط مية. في سائل دخل في مجرى الهوى. يو احنا كده عرفنا ان نرتب مع بعض. هو حصل لسائل. حصل لسائل. حصل لسائل. السائل ده ممكن ي يكون اي سائل تاني. دخل فيه؟ دخل في نتيجة اللي انا عملت له في او اي سائل تاني. انا دلوقتي غرقته وحطيته في مية او اي سائل تاني. تمام? مش شرط خالص اللي انا اعمل كونبليت ساميرشن. اللي انا احط جسمه باس توتل او جسمه كله في السائل ده علشان يغرق. لأ عادي ممكن احط رأسه بس وهو هيغرق. تمام? طيب. نتيجة اللي انا بغرقه وبحطه بعمله ساميرشن وبحاول اغرقه في بيبتدي يقاوم معي. تمام? فهو فلما بيفضل يقاوم وخلاص تقت وبتبتدي خلاص ايجزوهوستي تخلصت فالمقاومة دي خلاص هتوقف تمام وبالتالي هو اكتشولير دراوننج يعني هو غرق بشكل فعلي وخلاص هو ميت تمام طيب ايه هي الفيزيز بتاعت الدراوننج ايه هي المراحل بتاعت الدراوننج اول حاجة مرحلة شبه اللي احنا بالضبط كأننا ايه منغتص فاكرين اللي احنا بيكون جايين عاملين كاتمين نفسنا فدي بنسميها تمام كتمت نفسي وده بنزلت تحت المايا طيب تاني مرحلة اللي هي بنسميها اه خلاص انا اكتلت اكتل نفسي اكتل نفسي لحد ما خلاص معاتش ادراس في اوتو عيلي جدا راح للرسبيراتوري سنتر فعملت لاستيميوليشن فبعتت اللي اللي افتحي بوقك ودخالي ايه هو موجود فردت فعلي هي فتحت بوقها فكتجاية مدخلة سوالوينج لووتور بلعت مية فنتيجة ان هي بلعت مية بدأت ايه كفينج تكوح تمام بدأت اللي هي تعمل فوميتينج وبدأ اللي هو بشكل تدريجي تفقد الوعي تمام عشان في نقص اكسجين ما فيش اكسجين وصل اللي بوفي بشكل كريم تمام يبقى هي بدأت تبلع مية بدأت احنا قلنا بدأت تبلع مية بدأت تطح تمام ويفومت واخر حاجة بدأت تفقد وعيها بشكل ايه بشكل تدريجي تالت فيز بالضبط بدأت يحصل بشكل نهائي يعني خلاص مش هيرجع تاني خلاص بدأت تفقد الوعي بشكل كامل بدأت يحصل لها تشنجات ان هي بسبب ايه بسبب الجسل بسبب الجسل اللي هو اخر اخر نفس خدته تمام والرسبيراتورستاندستيل اللي هو خلاص حصار كيزيش او توقف للرسبيريش تمام دي الفيسس بتاعة دراوننج طب ايه هي انواع دراوننج قالنا دراوننج بنقسمها على اساس الميكانيزم في ديس تمام الميكانيزم في ديس على اساس الميكانيزم في دراوننج لنوعين فيه ويت دراوننج وفيه دراوننج الويت دراوننج ده اللي هو بنسميه تيبيكال دراوننج ان هو غرق فعلا في مية دراي دراوننج هنقول كلمتين عنه كده في الاخر تمام طيب الويت دراوننج الويت دراوننج اسمه تيبيكال تيبيكال دراوننج ده دراوننج الحقيقة فعلا يقام ما يكون شخص ده غيرق في مية عزبة أو يكون غيرق في مية ملاحة طيب هو مدينا كلمتين قبل ما نتكلم عن الفرش ووتر والسولت ووتر قالنا اي بقى قالنا في الويت دراوننج احنا عارفين الالفيولاي Liaining كده بتكون semi permeable تمام في الابطينة بتاعت الالفيولاي يعني ايه semi permeable يعني نشيب هنا في فازة دلوقتي لو في مية موجودة هنا في الالفيولاي هيبتدي المية دي تددل مع البلد وهنعرف دلوقتي الاكستنت المادة بتاعها والاتجاه بتاعها بيعتمد على أساس الأوزموتيك بريجر اللي موجود في البلد والمية دي يعني دلوقتي بتشوف الأوزموتيك بريجر كمية الأملاح اللي موجودة في المية وكمية الأملاح اللي موجودة في البلد وعلى أساس ده المية تمشي من هنا لهنا ولا المية تمشي من هنا لهنا هنعتمد على النقطة دي وهنفهمها دلوقتي في الفريش ووتر طيب يبقى احنا قام حاجة نعرف ان هي الالفيولاي دي بتكون سيمي بيرميا بونش يبقى نفازة والمية بتتليل ما بين الالفيولاي والبلط عن طريق اللي أنا بشوف الازمولاريت بتاعت البلط أعلى يعني كمية الأملاح الموجودة في البلط أعلى ولا كمية الأملاح الموجودة في المية اللي موجودة في الالفيولاي أعلى وعلى هذا الأساس من شوف المية بتروح فأني اتجاه تتمام اول حاجة نتكلم عنها اللي هو subs outside عملنا دلوقتي الشخص ده غرق في ميا عزبة تتمامك عزبه الميا العزبة ديتها ممكن ان أخلاح فيها ميا عزبة يعني ميا أخلاح يعني مها الأملاح فهو دلوقتي دخلت في الـ فالـ دلوقتي تكون فيها яет دلوقتي الأملاح فيها هنا تعالى على جميع الفرش عندنا المياه فيها هذا نوع من العضل دلوقتي نوجه ختمال بامو المياه التنزح Ambерь احنا عندنا الالفيولاي فيها وهنا الاملاح بتكون ايه? المملاح هنا بتكون قليلة. لشان خاطر اه فبتالي هنا بتكون قليلة. وهنا الاملاح بتكون عالية في البلد. فالزميلارتي هنا بتكون عالية. فالمية دايريكتية هتكون جاية مشية من الالفيولاي رايحة للبلد. فالمية تمشي كتيرة من الالفيولاي تروح للبلد. فبتالي تعمل ضغط عالي على القلب. اللي رايح للقلب. فيبتدي يحصل ايه? يبتدي يحصل قلبه مش ملاحق فيبتدي ايه يعمل ويحصل كمان ان الاربيسيز نفسها تتميلي بالمية يعني هي من كتر المية اللي دخلت فالاربيسيز نفسها تتميلي بالمية وتكون جاية مفرقعة واحنا عارفين جوه الخالية بيكون اكتر بوتاسيوم وبرر الخالية بيكون سوديوم صحي كده فهو دلوقتي نتيجة الفرقعة بتاعة الاربيسيز هتكون جاية مجاية عاملة ايه مخرجة لبوتاسيوم كتير برا تمام طيب والشخص ده لما بيحصل بوتاسيوم بيخرج برا فبيحصل من تريكولار فايب ريليشن فالشخص ده هيموت تمام ده القصة بتاعة تقطع له نقرأها بقى بيقول لنا المية بتمشي بسرعة من اللانج تروح للدم تمام عشان خاطر تخفف الدم فدلوقتي كمية الدم هتزيد بنسبة خمسين في المية خلال دقايق فطبعا ده هيزود الضغط على القلب وهيحصل كمان الاربيسيز هتتميلي بالمية جدا فبالتالي هيحصل لاهيموليسيز هيحصل تكسير للاربيسيز فهتعمل ريليس طبعا احنا عارفين الخلايا بتكون مليانة بالبوتاستيوم وبره مليان بالسوديوم فهيحصل ايه ريليس للبوتاستيوم من الاربيسيز المتقسرة الاربيسيز المتقسرة دي هتبتدي يتخرج لنا بوتاستيوم فبالتالي هيحصل ايه فينتريكولار فايبريلاشن هيحصل رعشة فين هيحصل كده رعشة في الفنتريك لو مش قادرة تخرج كاردياك اوت بوت كويس فالشخص ده هيموت من 3 ل 5 دقايق طب ليه حصل كل الكلام ده بسبب ايه ده اللي احنا هنقوله دلوقتي حصل بسبب ان كمية الاملاح اللي موجودة في المية كانت هايبوتونيك هايبوتونيك مقارنة بالبلازمة يعني دلوقتي بقارنها بالبلازمة اللي ايه اللي انا هبدل معيها تمام يبقى انا لقيت كمية الاملاح اللي موجودة في المية كانت هايبوتونيك مقارنة بالبلازمة اللي انا هبدل معيها وكمان الفريش ووتر فيه عيب الفريش ووتر للأسف بيدمر السيرفاكتنت إحنا فاكرين السيرفاكتنت اللي هو إحنا عارفين الألفيولاي هيه تمام بتكون هنا بتبطن هنا بسيرفاكتنت والسيرفاكتنت ده اللي مسؤول إنه هو يخلي الألفيولاي تفتح فهو دلوقتي بيروح يدمر للسيرفاكتنت فبيخلي الألفيولاي للأسف ترابطر فهو دلوقتي فريش ووتر بيعمل تعديل في البرتكتف سيرفاكتنت بيبوز السيرفاكتنت اللي هو بيبطن الألفيولاي ويخلي الألفيولاي أساساً تفتح تمام؟ طيب ده بيستمرر إيه لحد ما السيئوتوه هيبتدي يتراكم؟ الكلام ده هيفضل مستمر كده تمام؟ لحد ما السيئوتوه يفضل يتراكم في الدم تمام؟ والأنسجة ويبتدي يحصل في المخ فبالتالي بيبتدي يحصل لكمية من المية وتخش جوه الرئة ويحصل الكلام ده فيموت خلال 3-5 دقائق متيجة اللي حصلت والدست هيحصل تمام؟ طيب بتكلمنا كده عن دراوننج في الفريش ووتر طيب بنسبة لدراوننج في الصوت ووتر هو دلوقتي عندنا الألفيولاي أهي تمام؟ الألفيولاي فيها هنا صوتووتر يعني الأملash هنا أعلى تمام؟ والبلد هنا هو تمام؟ الأملاح فيها قلد فطبيعي المية هتمشي منين؟ هتمشي من البلد بروح للألفيولاي فإلا هيحصل بقى؟ هنلاقي هنا كمية الدم بدأ التقل بدأ يحصل تركيز للدم بدأ يقل للسوديوم ليه بدأ يقل للسوديوم عشان انا دلوقتي احنا عارفين بيروح مع البلازمة شوية سوديوم تمام نحنا عارفين السوديوم إيكسترا سيلولور سوري البلازمة بس اللي بتروح وتسيق بالسوديوم فيه قدام فيحصل هايبر ناتريميا يعني هايبر ناتريميا يعني زيادة في السوديوم تمام وطبعا الالفيولاي هي تبتدي تنميلي جدا فيحصل بالمونيري إديما تمام طب تعالوا نقرأ بقى في السولت ووتر قلنا بيكون هايبرتونيك ستي ووتر بيكون مقارنة بالبلازمة بيكون هنا بالليانة بالأملاح فبيبتدي يتسحب المية منين المية بتتسحب بالأزموزيز من البلازمة تروح للالفيولاي سبيس في التالي تعمل بالمونيري إديما تمام بيحصل إديما ويحصل كمان هايبر ناتريميا عشان تحبت المية واسبت الأملاح بس هنا فيحصل ايه زيادة في السوديوم او اللي هو ناتريميا يعني هو زيادة في السوديوم فيه زيادة في السوديوم إيميا يعني في البلد زيادة في السوديوم في البلد تمام ويحصل تركيز للدم عشان هنشرطة المية منه وللأسف ده كله هيقدي للوفاية من 8 إلى 12 ساعة لكن 3 إلى 5 دقائق ده كان الفريش ووتر من 8 إلى 12 ساعة ده بيكون salt water قال لنا الفريش ووتر بيكون أسرع بكتير من salt إيه من salt water طيب دلوقتي عايزين نتكلم عن البوست مورتن بيكتشر يعني إيه بوست مورتن بيكتشر يعني الشخص ده بعد الوفاية إيه الساينز اللي هتظهر على الشخص الغرقان تمام عندنا فيه external sign فيه internal sign تمام وفيه لابراتوري تمام هنتكلم عن 3 حاجات دول أول حاجة هبص عليها الشخص ده من بره هو تطلع لي دلوقتي شخص غرقان تمام مثلا في النيل فطلع لي الشخص ده فأنا هبص عليه external من بره ببعا كده internal وبعا كده أخذ منه عين أول حاجة external من بره قال ليه من بره عشان فيه حاجة اسمها sure sign وفيه حاجة اسمها perfect sign تمام فيه sure sign وفيه perfect sign تمام يبقى external sign من بره فيه حاجة تأكد فعلا إن الشخص ده ميت غرقان وفيه حاجة تكون probably ربما يكون ميت غرقان تمام طيب ايه يا sure sign sure sign بتأكد إن الشخص ده كان حي قبل ما نغرقه تمام طب ايه هما عندنا حاكتين واحدة اسمها foam والتانية cadaveric is best الفوم والكadaveric is best تمام طيب يبقى احنا عندنا sure sign probable sign sure sign دي أنا لو شفتها بأكد مليون في المية إن الشخص ده كان حي قبل ما نغرقه وبالفعل هو غرقان تمام لكن ربما يكون غرقان تمام طيب اول حاجة عندنا عندنا حاكتين في sure sign الفوم والكadaveric is best اول حاجة الفوم او بنسميه او الدكتورة معاكد عليه كل اللي بالورنج ده زي ما احنا متفقين الدكتورة معاكد عليه تمام طيب الفوم او الفروس اللي هو ايه الفوم بقى هو بيكون الفوم زي ما احنا استقلين بيخرج من اين بيخرج من نوز او بيخرج من الماوس تمام دخلت اللنج ادي اللنجة هي مسلا تمام فالمية اللي دخلت اللنجة عملت اريتيشن فنتيجة اريتيشن عملتها خلت ايه خلت اللي هو ايه ردت فعلا هو ينتج الميوكس تمام فحصل او تصنيع نتيجة تصنيع الميوكس ده تمام طيب نتيجة تصنيع الميوكس ومعه شوية هوا ومعه شوية مية كونت الفوم الفوم ده وكننا نلاقيه ابيض ممكن عليه شوية دم. طيب. 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 طي بيطلع تاني تمام الفوم ده ما بيسكتش طيب بيكون fine تمام بيكون لزري لزري يعني بيكون hard في التيكتشار بتاعه وما المسه بيكون hard شوية بيكون tenacious tenacious يعني متماسك بنلاقيه لونه ابيض وممكن نلاقيه مخلوط بالدم تمام بنلاقيه ممكن الفوم ده عامل بلونة صغيرة او بيكون عامل حاجة شبه الماشروم كده تمام مشروم like mass نتيجة ايه ان احنا عارفين الفريش ووتر بتكون دمرت استرفاكتنت واسترفاكتنت ده بيخرج معاه فبيعمل شكل البلونة تمام طيب ده بيحصل بسبب ايه نفس القصة اللي انا سألها لكم دلوقتي بسبب اللي هو حصل inhalation لمية فنتيجة انه هو حصل inhalation لمية عملت irritation فانتاجت ايه انتاجت والفوم ده عبارة عن ايه عبارة عن ميوكس وشوية مية اللي هو عملاته والهواء فانتاجت ومع فجرة شوية ريسبراتوري مفنته اللي هو بيحاول اللي هو يتنفس وكدا فبالتالي هتكون جاية عملة الفوم والفوم ده بيكون بلا ريحة وبيكون مرقما جدا في الناس اللي المتوفية او الناس الغرقانة اللي هي غرقانة في ونقدر نفرق الفوم بتاع عن الفوم عادي اللي هو بتاع الغرقان عشان الفوم بتاع تقع ده ريحة ورحة وحشة وبينلاقيه كورس ناشف وبينلاقيه لونه محمر بلاضي تمام? بيبقى لون دم يبقى ده اول سبب من ضمن الاسباب اللي انا اول ما اشوف الفوم ده اقول اه ده الشخص ده ميت غرقان. تمام? طيب. تاني حاجة الكتافيرجسباز. الكتافيرجسباز من على طول نفكر المسأل اللي هو بيقول لنا ايه الغرقان بيتعلق بأشرة. هي فكرتها كده بالضبط. الكتافيرجسباز من هو الفيكتم ده لو كان حي وانا بغرقه فبالتالي هيحاول ان هو آآ يمسك اي حاجة. يعني هيحاول يمسك اشرة. يمسك آآ طين. يمسك آآ ساند رملا من البحر. هيحاول يمسك اي حاجة. فلما حتى هاجة طلع ايديك كتافيرجسباز ما هلاقيه في الوضعية اللي هو بيحاول يمسك حاجة. حتى هلاقي عشان مسكة موجودة في ايده وهاريكوا صورة دلوقتي. تمام? طيب. وقال لنا في العمل الدكتورات لدينا في العمل هيكون في جارين. جار اللي هو غرقان ماسك في اشه ده. اللي هو بنلاقي غرقان كده وحد ماسك في اشه. ووش ومن هاند هنتكلم عنها دلوقتي. تمام? الكتافيرجسباز ان هو الشخص ده بالفعل كان عنده وبليل طيب. في حاجة اسمها او في علامات خارجية والربما يكون ان هو كان غرقان. ايه العلامات دي? اول حاجة elaboration. يعني علامات اللي هو كان غرقان هي علامات اللي هو كان غرقان. انا دلوقتي خرجته فهي علامات انا مش بتأكد هل هي ولا لأ. علامات اللي هو كان غرقان زي مسلا اللي هوıl�gyOHLMATERATION OF THE SKIN. عندنا علامات اللي هو كان غرقان. حكيتين اللي هو جلد الوزن. تبام? اول حاجة المسيريشن الف سكين اللي هو بلاقي اليد باشد. هو دلوقتي السطح بتاع الاسكن هلاقيه مبيض هلاقيه مجاعد هوريكو صورة اليد دلوقتي. هلاقي السطح بتاع الاسكن ده قادي نفترض ان دي ايد مسلا هي. تمام? هلاقي السطح ده بيكون مبيض ده لونه ابيض بلاقيه مجاعد بلاقيه فاتح. ده بنسميها وشر ومن سكن. ليس موها وشر ومن سكن. الاكسبراشن ده مهم كده. اللي هو كأنها شنسدات الزمان كانوا بيخسروا كتير من وعين وكده. فبتلي ايديهم اللي كانت بتبوش. بنلاقيها لديهم بيضة وبنلاقيهم ايه مجاعدة وفتحة. تمام? بتبتدي من اين? بتبتدي من الفينجر تيب من اللي هي التيبز بتاعة الاصابع. وبتوصل لبالب. تمام? وبعد كده بتوصل لباك بتاعة الهند. واخر حاجة خالص ليه السول. تمام? دولة اول حاجة فيهم اللي هو اللي هي اليد باشد. تمام? قال لنا بعد عدة ايام الكيراتين الكيراتينة الكيراتين التخين ده تمام? هيبتدي يحصل له ايه? يحصل له يتفصل ويبتدي يقع وكأننا كأننا اليد دي بيقلع جلاس والرجل دي بيقلع سوكس. سوكس كأنه بيقلع جلاس آآ كفازات يعني او كأن الرجل بيقلع آآ شراب سوكس تمام? الفينجر برينت بتفضل موجودة او بتفضل موجودة في الجزة عشان هي بموجودة في الابديرمس والديرمس حتى لو تشلنا طبقة الكيراتين التجيلة دي ليه استيك كيراتين لكن هو بيفضل موجود في الديرمس والديرمس في الفينجر برينت بتفضل موجودة تمام? طبع. دي اول علامة من علامات الامرشن اللي هو لغة ايه للشخص ده غرقته. تاني علامة كيوتس آآ كيوتس انسيرنا او بنسميها آآ جلوس فلش. تمام? ايه هو الكيوتس آآ الكيوتس انسيرنا? جوتس انسيرنا اللي هو بيكون علامة الجلد الوزة. فكرتها ايه? فكرتها انه جلد الوزة ده طيب. او في افتر ديس ان هو بعد ما يموت احنا اخدناها في فاكرين الريجر مورتس اثناء اللي هو كان بيتخشب. فكان كل عضلاته بيحصلها فيها آآ بتبقى بيحصلها فيها كونتراكشن ومن تبناها الريكتور باللاي مصر. الريكتور باللاي مصر اللي هي بتكون حوالين الهير فوريك اللي كمان بيحصلها كونتراكشن. او كونتراكشن. فبالتالي بتكون جاية مشدودة. فبتعمل ايه? بتعمل ايه? بتعمل الجزف كده. تمام? نتيجة حصل كونتراكشن للريكتور باللاي مصر اللي يكون ماسك في الهير فوريك. يبقى احنا كده اتكلمنا عن اول حاجة في الاسكن. حاجتين في الاسكن اللي هو المسيريشن بتاع الاسكن والكيوتس انسرنا. تمام? طب ايه كمان في الاسكن? هلاقي الاسكن ده مبلول. هلاقي الاسكن ده كولد سائع كلمي. بيكون رطب كده. بنلاقيه بالفاتح كمان نتيجة فلاص كونتراكشن الحاصل في طيب اخر حاجة الرقم اربعة اللي هو هايبوستيز برضو ليه علاقة باللاسكن. هلاقي عنده هايبوستيز? اوه. هايبوستيز بتاعه فين? احنا فاكرين الشخص اللي بيغرق كان دكتور اسلام. ايه لنا ان هو الشخص اللي بيغرق. هايبوستيز بتاعه بيكون موجود في الابر هاف من البادي. الجزء العلوي من الايه من الجسد. اللي هو موجود في الهيد. موجود في النك. موجود في الفيس. موجود في من الشست وكمان الشولدر. تمام? حيث الجسم ده بيكون ماين والرأس بتاعته هي اللي بتكون تحت. تمام? طيب. ايه كمان? آآ قال لنا بعد الهايبوستيزت هبص بقى بعد الجلد. انا ده كله كنت ببص على الجلد. صح كده? تمام? انا بعد كده هبص على العين. هلاقي عنده ايه? هلاقي الكونجاكتايفة بتاعته الايها كونجستيزت محتقنة وفيها بتيكا الهيموريج كده. ممكن يحصل عنده طبعا يحصل ما يحصلش ويحصل بلاخص نتيجة الاستراجل اللي حصل. يعني هو احاول يقوم كتير. فنتيجة اللي هو المقاومة كتير خلص اللي عنده فيحصل بسرعة. تمام? طيب. على حسب السراعة فهل هو خلص اللي عنده ولا لأ. تمام? طيب. ده كده في cactus. طيب بالنسبة ca فهلاقي ايه في cows? هلاقي طبعا فوم عشان احنا عارفين الفوم بيخرج من المنوز والمعف! فهلاقي اول حاجة فوم! وايه كمان? هلاقي فيه مية! تمام! هلاقي فيه مض وسند واكواتيك ويد اللي هم الحاجات اللي كانوا مسيجعا في ايد وماشي هلاقيهم ماشي ده كده في الـ طيب بالنسبة للونج? اللونج ده دخل فيه مية؟ اه! فانا هدل الوقت هبص على اللونج من ناحية مايكروسكوبك معنية ومن ناحية مايكروسكوبك تحت المايكروسكوب! لو بص اطلاها بعنايا فانا دلوقتي هلاقي ان اللانج دي مليانة بالمية فهلاقيها فولمناس اللي هي حجمها بيكون كبير وهلاقيها مليا سوريكس حجمها كبير ومليا سوريكس ومغطية على القلب وهلاقي كمان الرب دي الرب الدلوع كده سيب بصمات عليها تمام هل اللانج دي حصلها كلابس لا ما حصلهاش اي كلابس خالص وبلاقيها كمان سابل اللي هي مليانة ومنتفخة مليانة بالمية فلاقيها اللي هي فتحة وفيها متلينج أبيرانس وهي بتكون من غراشها كده نتيجة ان هو تنفس نتيجة اللي هو نفس لما دخل النفس عادي فبيكون فيه دست احنا عارفين فيه دست وكاربون وكده فبتعمل متلينج أبيرانس عندنا كلنا أسس فعلى إيها بين لكن فيها متلينج أبيرانس عادي فيها ترادوس بوتس فاكرناها اللي هي ترو ترادوس بوتس اللي احنا لسا إلينا فوق اللي هي كانت عبارة عن بنلاقي فيه بيتيكال هيموريج تمام دي كانت من كنا لسا إيلانها دلوقتي كنا قلنا اللي فيه بيتيكال هيموريج اللي بنلاقيها فين لو قلناها في البلورة والإبيكارديوم والساينس بتاعة الأطفال فهو موجودة برضه في الترادوس بوتس اللي هو الصب بلورة بيتيكال هيموريج في بيتيكال هيموريج موجودة تحت البلورة تمام طيب ايه كمان هبصوا بعناي باحنا قلنا هنبصوا بعناي حجمها كبير مالة الثوريكس ضغطت ماشي خبت القلب تمام والرب كمان أصر عليها مع مالة لاش كولابس بتكون بيل فيها موتلينج أبيرانس اللي ايه بتكون منغرشة بيكون فيها اللي هي بيكون اللي هو بيكون فيه تحت البلورة باللاقي فيه هيموريج ودي قلناها مهمة تمام طيب ايه كمان بيلاقيها عاملة زي العجين لو ضغطت عليها بيلاقيها بالطرقع بتكون مليانة بالهواء وسبونشي عاملة زي كده تمام لو خدت فيها اللانج دي فهلاقيها بتخرج مية ولو ضغطت عليها شوية لقيها بتخرج فوم ده كده طيب المايكروسكوبيك خاتم انها عينة من اللانج دي وبطي d sun تبص عليها تحت المايكروسكوب هلاقي مايبودة او هلاقي الالفيولاي دي بتكون متسعة وبتكون الألفيولاع بتاعتها بتكون رفيع جدا حصل ضغط جدا على اللي موجود وايه مش هتستحمل فتكون جاية مرب Appeشرة تمام طيب احنا عرفت ان الالفيولاي بتكون متاسعة والحيطة بتادها بتكون ربيعة وبيحصل ضغط الكابيلاري والالفيولاي مش هتستحمللا تكون جاية من الأي شر لكن الموضوع الالفيولاي انه اختلف الالفيولاي في السي ووتر غير في الفريش ووتر اللي اللي هيكلام ده قالنا في السي ووتر هي بتحافظ على الاركي تيكتب بتاعت الالفيولاي اللي هي تفرقع طب ليه عشان احنا دلوقتي reject ent이 processor هي بتدمر السيرفكتنت والسيرفكتنت ده كان مهم عشان حافظ على الالفيولاي فما عادش فيه سلفاقتن toxfreshだ Praxis فبالتالية هيحصل overdistented للالفيولاي فمش هتستحمل هتكون جايا حصل لها turn ,وبشرة وا هتكون جاية عاملة disruptionары لكن في الستي ووتر هو دلوقتي بتحافظ على المحافظ على الأركيتشبتها تماما ما حدثنا تعلمنا antenna cone بتاع الدراونيك اتكلمنا يعني genreそしてterror wise وتتكلمنا عن the longür فا اضللنا largest stomach و the heart طويلا نتكلم عنه الاول شان احنا محب برتب واحنا مشينه كذا والمة انتقول لرسم كذا في حالات الفريش ووتر فهو يدخل المياه كثير لبلاد بيدخل المياه كثير لبلاد يزود النوت اللي راجع للقلب فهو يدخل القلب وده حصل له الهورد ويكون مليانة بالبلد وبالأخص ناحية الهورد ناحية الرايت صايد وده ليس نالسبيك خالص ممكن نلاقيه في أي حاجة ثانية لكننا عرفين موضوع الهورد بسبب الفريش ووتر طيب بالنسبة للسطمك الاسطمك دي هلقيها مليانة بالمية والديون دي مليانة بالمية ودي سيجنفي كان صيني إن الشخص ده كان حي قبله إيه قبل ما غرقه اللابوراتوري تست بقى اللابوراتوري تست اللي ممكن أعملها علشان خاطر أشوف إيه يعني إحنا قلنا دلوقتي اللي هما سين ممكن أعمل كيميكا الأنالسس أحلل عادي كيميكا الأنالسس للدم أحلل مثلا ممكن أعمل دياتوم تست والدكتورة مأكد عليه الدياتوم تست الدياتوم تست عبارة عن ايه فكرة اللي انا بشوف وجود الجي الجي اللي هي عشبة او حاجة الجي عارفين اللي هي اللي هي كاتليوني سيلولار سيلو وحاجات زي كده تمام فانا بلاقي الجي تمام تحت المايكروسكوب وهي فكرة الدياتوم تست اللي انا بدور على الجي تحت المايكروسكوب اللي هي بدور على الدياتوم او بلانكتون بلانكتون تمام هي غالبا بتخش على طريق المية تمام ففي البداية هلاقيها في اللنغة وكمان هلاقيها اخترقت الالفيولارول وراحت لأرجان تانية زي ايه مثلا زي البرين الكيدني الليفر البون مارو لكن اهم حاجة مهمة جدا ما بتوصلش للسبلين ليه ما بتوصلش للسبلين عشان اللسبلين بيبتدي يعوض الدم خلاية الدم اللبازة دي فهو دايما بيكون اكتف فهي ما بتقدرش تعط فيه تمام طيب ودي بتكون يعني هي ما بتكونش دليل دي ما بتكونش دليل ليه للليجل قانونيا ليه علشان خاطر ممكن تكون موجودة اساسا نتيجة بيوترفاكشن في البون مارو ممكن اساسا نتيجة اللي هو اسناء المعاملية بيوترفاكشن ممكن تكون موجودة في البون مارو فبتكونش دليل قطعي تمام ودي ايه فكرة الدياتون تست انا ليه بشوفها موجودة ليه معانا اللي هي موجودة بتشير لطبيعة الماء اللي كانت موجودة فيها هل هي ملحة هل هي عزبة طب موجودة في انهي مكان وكل داياتون بتاع كل بحر مختلف او كل مكان يختلف عن الثاني كده الحمد لله خلصنا كلمتين بالزبط عن dry drowning بسرعة dry drowning ايه هو الميكانيزموكتس بتاعته وايه هو البوست مورتم بكتشر بس كده ايه هو الطريقة اللي ممكن تأدي لدراي دراونين بصوا اول حاجة اللي هو حصل ايه حصل هو دلوقتي حصل فبتالي عمل لنا طيب معنى اللي انا عملت عمل لنا معنى اللي هو هيعمل لنا ومعنى اللي هو عمل لنا يبقى هو هيعمل ديس بشكل فوري تمام؟ يبقى انا دلوقتي فكرة dry drowning فكرة اللي انا عملت sudden stimulation لل sensitive area انا عملت دلوقتي تحفيز مشكل مفاجئ لاماكن A sensitive تمام؟ فبالتالي اماكن حساسة زي اللي هي بتاعت A-Vegas تمام؟ فانا عملت stimulation للVegas فمعنى عملتها stimulation للVegas فهيحصل فمعنى اللي هيعمل لنا في الجسم فهيعمل فالقلب ايه هيقفة بالتالي الجسم كله وهيموت في سنة طيب نقدر نعمل stimulation ازاي عن طريق sensitive area دي زي مثلا اللي انا هعمل تبريد سريع rapid cooling لكل A surface بتاعت الجسم هعمل تبريد سريع او ممكن يكون مثلا اللي انا هعمل sudden enrush of cold water يعني مثلا ايه حد ياخد مية ساعة بشكل مفاجئ يدخلها في النيزوفيرنكس واللرنكس تمام؟ طيب ده اول ما هو يخش مية ساعة بشكل مفاجئ في النيزوفيرنكس واللرنكس فالتالي هتعمل stimulation تمام؟ للVegas فبالتالي الVegas هيحصله ويعمل لنا ويعمل طيب ايه كمان؟ ان هو مسلا حد ضغط على ابدومن بتاع الشخص التاني وهو المعدة بتاعته بتكون متسعة تمام؟ طيب الاسكس ده بيكون اكتر حاجة بيظهر فيه في شخص شخص مثلا واخد الكحول واللسكين بتاعه بيكون محمر بسبب يعني هو دلوقتي شخص بياخد الكحول فحصل عنده تمام؟ الاسكين بتاعه بيكون فكل الدم يعتبر مغود فهو دلوقتي لما بيتعرض لساقة مرة واحدة فبيكون جاي مرة واحدة والبلوت كله بتاعه بره فبيكون بيحصل فيجال انهيبتور فبيحصل ده اول حاجة تاني حاجة في حالات تحصل في حالات وهي الاشخاص اللي بتكون بتأثر نفسيا ده مثلا بتاعهم بيكون يعني هو دلوقتي فكرة العصاب بتاعتهم بتكون ايه اكمور اكتف جدا بتكون اقل اقل حاجة بتقدر تحس بيها تمام يبقى احنا دي اول حاجة اللي هو البيجال الهيبتوري فليكس تاني حاجة ممكن يكون يعني هو مثلا نتيجة عامل حماية فبالتالي انا احس باي حاجة داخلة اخاف على اللارنكس فكون جاية ردة فعل مني اكون جاية حاصل ايه حاصل اللارنكس دي بتكون عاملة اسباز تمام فلما بتقفل فبالتالي ما عادتش اكسجين بيخش ويحصل شلل في عضلات بتاعة عشان مش وصل لها الاكسجين الكفاية ان هي تشتغل اصلا تمام دي اللارنجيا طب ايه كمان ان هو تعرض لمية ساعة اللي هو مثلا ايه مثلا نوقع في المية من قبل اساسا ما المية تخش في الجهاز التنفسي بتاعة وتعمل لا هو اول ما نزل المية تعرض لمية ساعة وحصل له هايبوثيرميا مرة واحدة فبالتالي ممكن تأدي طب ايه كمان ان هو الشخص دي يكون ميت في مية لأسباب اخرى يعني مش لازم يكون ميت بسبب الغرق لا هو ميت مثلا بسبب التخبط في راسه او يكون ميت اساسا من قبل ما حطه في المية يكون مثلا عملاله بانتشوت او عملاله اي سكينة قاتسروت او كده فانا موتاة اساسا قبل ما عملله في امرشن اه امرشن فهو ده قبل ايه بوست مرتب امرشن اللي هو انا حط عملت له امرشن غرقته بعد الوفاء انا موتاة اساسا اللي بعد كده ارميته تمام طيب دي كلها الميكانيزم بتاعت مالهاش علاقة لانا موتت بمية المفيش معنى المفيش مية دخلت اللونغ هي سبب في الموت تمام طيب ايه البوست مورتن بيكتشر البوست مورتن بيكتشر اللي هو جاييني عيان دلوقتي سوري جاييني واحد متوفي فانا عايز اعرف هل هو دراي دراوننج ولا ويد دراوننج فانا عارف ازاي اول حاجة مش هلاقي عليه ساينز بتاعت الويددراوننج تمام وهلاقي ممكن هلاقي عندو هيد اندري خطه في دماغه هلاقي ممكن اسباب القتل حاجة تانية هلاقي عليه ساينز اوف اميرشن اللي احنا عارفنا ايه ساينز اوف اميرشن اللي احنا عارفنا اللي هو الجزد سكن او هلاقي مسلا عليه الوش ومن سكن كده يعني تمام تعالوا بس هنبصر شوية صور كده وانا بخلصنا. ده شكل الفوم اللي احنا اتكلمنا عنه. وده بيكون كاركتوريستي جدا. ده من ضمن. بيخرج من النوز والماوس. والشكله زي ما احنا قلنا. تمام? طيب. ده زي ما احنا السايلين. اللي هو بيبقى بيفضل على الوضعية دي وماسك ويدة اهو في ايده. في ايده. اللي هو ماسك اعشاب شوية اعشاب في ايده. ده اللي هو بيكون ايه بيتعلق بقى الشاية. تمام? ده ده زي ما احنا سايدين بتكون بيدة بتكون تمام? اه وهنا حصل له الكيراتين طبقية الكيراتين التقيلة الكيراتين حصلها ايه? بالقوت اتقشرت زي الجلاف زي اهي? تمام? وممكن الرجل توقشها بها السوكس. تمام? ده الكيوتس الانسرنا اللي هو اللي سايدين عليها اللي هو بيكون الجلد الوزد. لو نتيجة ايه الكونتراجشن في الايركتور باللاي مصر. تمام? ده شكل ديوتوم الالجي اللي احنا اتكرمنا عليها هي بتكون موجودة فين موجودة مبدئيا في اللونج وموجودة في الالفيولاي ممكن تروح لأي مكان تاني والكلني واي مكان اخر ودي بتشيل لطبيعة المية اللي هي كانت موجودة فيها. انا كده خلصت الجزء الاولاني والجزء الاكبر اللي هي في الاسفكسيا. يارب بتكونوا استفدتوا لو حد عندوا اي مشكلة تريد تبعاتوا وان شاء الله الجزء التاني ينزفها ربما.